السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لحضراتكم معكم النهاردة وحلقة جديدة من البريمو واخبارنا اللي هتكون معاكم من خلال بعض الاخبار الخاصة بالاهل والزمالك واستعداد الموسم الجديد بقى والصفقات الجديدة وهل انتهت ولا لسه هل الامور مزالت لبعض الاندية كمان وبنكمش فقط على الاهل الزمالك بتبحث عن اللعبين اللي ممكن يسندوهم السنة الجاية يكونوا معاهم ويحققوا وتموحهم ده هيكون معاكم من خلال اخبارنا النهاردة جزء التاني من الحلقة هيكون معنا الكابتر ريد عبدالعال نجمنا الكبير والجميل والحديث بقى عن كل التفاصيل اللي حصلت في الموسم كله فوز الاهل ببطولة الدوري فوزه ببطولة افريقيا التعادل الاخير لنادي الزمالك وخسارته الحقيقة للدوري هو كان حامل اللقب فالكلام كتير جدا النهاردة مع كابتر ريد عبدالعال انتظرونا في الجزء التاني من الحالة لكن عندنا اخبارنا اللي هنبتدي مع حضرتكم باهمة اشتركوا في القناة طيب موسم طويل ليه النادي الاهلي وموسم يعتبر من افضل المواسم فيه تاريخ النادي الاهلي من خلال حصوله على كم هذه او كم البطولات السنة دي بداة من السوفر افريقيا حتى نهاية بالدوري الممتاز اللي حسم يعني منذ اسابيع الحقيقة وبالتالي احتفالية هذه البطولات اه القوس لسه مفتوح لكن اما نجي نبص على المباراة الاخيرة اللي هتكون يوم الاربعاء القادم امام حرس الحدود مباراة حرس الحدود التفكير لدى مجلس الادارة هو تفكير مختلف ان السنة دي كانت سنة صعبة بطولات كتير حصل النادي الاهلي اشترك فيها والحمد الله ده طبعا من خلال اوجودهم بقوة الحقيقة في البطولات انهو اخدوها موسى اللي فات يعني انت برضو بتبص للسنة اللي فاتت والصعوبات اللي انت وجهتها وبالتالي لما بتعمل بقى حاجة كويسة بتبتدي تبين وتبصت جمهورك بالحاجة الحلوة اللي انت عملتها وبالتالي مجلس الادارة الاهلي بيفكر الاحتفالية الخاصة ببطولة الدوري والحقيقة مش هتبقى احتفالية خاصة ببطولت الدوري بس بجميع البطولات اللي اخدها نادي الاهلي حتى الان وبالتالي التجهيز والتفكير فيما هو جديد في مباراة حرص حدود والاحتفالية اللي هتكون في هذا اللقاء شغل شاغل لمجلس دارة النادي الأهل يعني رقم واحد طلب أو مجلس دارة طلب الساعة الكاملة للمباراة دي طبعا الطلب ده لربطة الأندية والمسؤولين عن الأمن بدخول أكبر عدد ممكن من جميع النادي الأهلي عشان تحتفل ببطولة الدوري وانا زي ما بقولك كده هي مش بطولة الدوري فقط بطولة أفريقيا السوبر أفريقي في بداية سوبر الدوري السوبر المصر في بداية الموسم كاس مصر كل البطولات اللي حصلها لها النادي الأهلي حتى هذه اللحظة بداية من الموسم حتى هذه اللحظة وبالتالي التفكير نعمل ايه؟ هي منظومة النادي الأهلي دايما عندها إبداع في أنها تعمل شكل كويس اللي بيحصل جوه النادي أو النجاحات اللي بتحصل جوه النادي من خلال تفكير في ما هو جديد في إزاي تحتفل إزاي ممكن يبقى فيه تشيرت جديد من خلال الشركة الرعية والشركة اللي بتلبس النادي الأهلي يكون تشيرت مختلف ويكون يعبر عن فرحة النادي الأهلي وفوزه بالبطولة أو البطولات اللي فاتت عشان برضو نأكد أنها مش احتفلية الدوري فقط فكل ما هو جديد كل ما هو جديد ممكن نشوفه فيه المتش القادم ولكن أهم مطلب من المجلس الإدارة هو دخول الساعة الكاملة في مباراة حرس الحدود حقيقة هتبقى يعني شيء جميل وما فيش أي زي ما نقول كده أي مفروض يعني ما يبقاش فيه أي اعتراض ده تيجي تنين المتش أو البطولة انتهت المتش بسيط متش حلو احتفالية الكل جاي يعبر عن السعادة اللي موجودة حرس الحدود خلاص موقفه انتهى فيها الدوري هبط للقسم الثاني نادي الأهلي جاي وهو برضو عنده هدف الفوز لأنه هو عايز يكمل مسيرته بدون أي هزيمة ويستمر في حظ النقاط الوصول لأعلى نقاط فيه جدول الدوري ده التفكير فبالتالي اليوم يبقى حلو بوجود الجميل من غير الجماهير حقيقة احنا مش مبسوطين او لما بيبقى العدد ولاية فالحمد لله النهاردة احنا خلاص ما فيش أي منافسة فيه الدوري اللي هبط هبط واللي أخد البطولة أخد واللي وصل الكونفدرالية وصل واللي وصل دوري أبطال وصل وبالتالي في انتظار الوجود الجميل حقيقة وبالتالي الأهلي بيطلب الساعة الكاملة للماتش القادم من خلال جماهيره جماهيره اللي سعيدة ومبسوطة يعني منتظرة تشوف لعبتها وتحتفل بيها ده اللي احنا محتاجينه ان احنا نشوف الحقيقة يوم زي ده من خلال بطولة الدوري يبقى فيه بقى إبداع ربطة الأندية مهم جدا في اليوم ده ربطة الأندية ما تنزلوني الاسترابية جماعة نرى نادي الأهلي طالب بالساعة الكاملة ربطة الأندية ربطة الأندية مفروض انها يعني برضو تبدع مش انا مش بكلم عن نادي أهلي بس ازاي هيبدع من خلال طلبه هو لأ انا برضو ربطة الأندية بمجهودة الكبيرة اللي على مدار سنتين ان اليوم ده يبقى يوم مختلف فيه إبداع في التفكير فيه إبداع في الاحتفالية فيه حاجات كتير لازم نشوفها تعبر عن التطور اللي بيحصل في البطولة والمسابقة الخاصة بيئة دوري المصر إذا شفنا الاي بي قال طبعا الدوري المصري واسمه الجديد اللي هيبتدي كمان من الموسم القادم ده تجربة كام ماتش اللي فاتوا دول والغاية لما ينتهي بطولة الدوري السنة الجاية الوضع هيختلف فبالتالي أرجو إنه إحنا نشوف حاجة فيها متعة لكرة القدم متعة للجماهير اللي موجودة تصوير حاجات كتير جماهير الأهلي طبعا هتبقى موجودة أكيد هتحتفل وتنبسط بلعبتها وتناديهم واحد واحد الحقيقة لازم اللعيبة تاخد حقها موسم صعب وطويل كان فيه صعاب كتير في متشاط كانت صعبة عن نادي الأهلي بنتائجها ولكن قدر إنه هو يحولها من أمور ممكن فيها انكسار لفوز وانتصار هو ده النادي الأهلي وهو ده اللي احنا عايزينه دايما من الفرق المصرية في كل وقت طب ده بالنسبة ليه النادي الأهلي بقول لكم طبعا إن من خلال مصادرنا هم بيجهزوا تشيرتات خاصة بالاحتفالية دي بالمطش ده واحترفالية النادي الأهلي ما أنا زي ما بقول لكم كده احتفالية هتكون لجميع الألقاب اللي موجودة ليس فقط الدوري الممتاز وبالتالي هيكون ممكن تشيرت جديد نشوفه للنادي الأهلي في اليوم ده واحتفالية جميلة للجهز الفني بقى واللعبين تبقى يوم حلو بالنسبة للعبين طيب كنا بنتكلم على اللعبين بقى اللي هيجوا اللعبين اللي هيمشوا اللي هيعوضوا والعروض اللي جات لبعض اللعبين منهم محمد شريف اللي بيهدف حقيقة وبيفوق في آخر مطشين سواء مطش الزمالك ومطش اللي فات مطش مبارح وبالتالي الراجل ما عندوش أي اعتراض إن محمد شريف يمشي وأنا كنت قلتها لو محمد شريف هيروح للدورة التركي أعتقد مش هيتم الموافق إلا لما يبقى فيه في إيدي النادي الأهلي عقد للعيب هو مختاره بعناية في مركز الرأس حرب الراجل موافق على رحيله لكن بشرط إنه يكون فيه فرود تم أو يتم التعاقد معاه بشكل رسمي يكون هو موافق عليه ويكون هو يعتمد عليه في مركز الرأس حرب ده شرط كولر على يعني لو النادي الأهلي عايز محمد شريف يستفاد منه مدين إنه يرحل إلى الدورة التركي ده بالنسبة ليه محمد شريف 300 ألف جنيه مكافئات لعيبي النادي الأهلي بعد الفوز بالدور 300 ألف جنيه لكل لعب ده المكافئة واللي بتقول عليها اللايحة الخاصة بفوز ببطولة الدوري طبعا ما شاء الله إن شاء يعني السنة دي اللعيبة زي ما بقول لكم كده كم بطولات حلو صراحة يعني بالنسبة للعيبة فالسنة دي سنة خير للعيب الحقيقة قدي بطولة الدوري الدوري الأبطال لسه إن شاء الله كمانا السوبر أفريقي كاس مصري السوبر المصري يعني تفاصيل كتير وقاب بطولات كتير يستحقوا مدام تعبوا وأسعدوا جماهيرهم إنه هم ياخدوا مكافئاتهم وأعتقد دايما النادي الأهلي يعني على طول سريعا تلاقي الحاجات دي فيها تحفيز دايما باستمرار للعيبة طيب كنا بنتكلم على الأمور الخاصة بقى بالنادي الأهلي في قلنا شريف لكن حتى الآن إمام عشور يا جماعة بس ده خبر مهم جدا إمام عشور خلاص مضى وعدد سنين مضاها معينة بنتكلم على أربع سنين في نفس الوقت كان بالنسبة له خلاص فيه فيلم موجود هيتعامل وقلنا الفيلم التسجيل الخاص بتقديم إمام عشور لجماهير النادي الأهلي والصفقة لكن حصل في الأمور أمور إن إمام عشان كان غايب بقاله شهرين عن ندي اللي هو الدنماركي في الفترة فاتت شهرين تقريبا وبالتالي كان بيعدوا عليه غياب عدم موجوده بدون إذن فبالتالي حصل مجموعة من الخصومات عليه وهنا النادي الأهلي جي يحول فليحول الفلوس لقى إن كمان فيه فلوس زيادة على إمام عشور بخصوم منه بقى فلوس غرامات عليه فحصل هنا بقى إيه مشكلة بالإضافة إلى الإصابة اللي موجودة لإمام عشور حتى الآن هي إصابة طويلة فالكشف الطب الغاية دلوقتي برضو ما تعملش فهنا حتى الآن صفقة إمام عشور رايحة يعني وجاية يعني خلاص الراجل مضى وموافق إنه ييجي لكن متأجلة شوية أو تأجلت شوية لحين البت فيه الغرامات اللي على إمام عشور وفي نفس الوقت موضوع الإصابة اللي طويلة شوية عنده في الوقت الحالي طبعا هو لسه صغير إصابة عضلية عادي لنوك تكون قوية لكن الطبيعي إنه هو هيرجع من الإصابة لو بس العلاج يبقى كويس وهيعود سريعا إلى الملاعب ولكن طبعا في وقت بيكون نادي كبير بيجيب لعيب لازم يتطمن تماما إن الإصابة دي أو المشكلة اللي عنده مش مزمنة ويقدر يلعب بعد فترة من العلاج ده بالذات ليه الأندية كبيرة نتكلم على الأهل وزمالك والأندية كبيرة بتدفع فلوس بقى أنت بتدفع مبلغ وقدر فده جزء مهم جدا بالنسبة لإمام عشور طيب خلينا نروح يعني وكابتنك كبير كابتن أحمد كشري ورأيه في الدوري الممتاز والمبارار القادمة واحتفالية النادي الأهلي اللي هيعملها من خلال لقاء حرس الحدود وأكيد طبعا كابتن أحمد كشري سعيد بالعمل النادي الأهلي السنادي لأن السنادي سنة جميلة للنادي الأهلي حقيقة يا كابتن أحمد سعادة بوجودك معنا دائما وتحياتي لي كابتن فاروق أنا اللي سعيد أن أنا معاك كابتن وآ 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 وده باين في الملعب أن فيه فوارق كبيرة في حتى في اللبناط النادي الأهلي ممكن نوصل للنقطة تسعين فبالتالي الأهلي عامل مصب رائع ولعيبة رجعت لمستوها في الفرقة حسين الشيحات بيقدم مستوى عالي جدا محمد عبد منان حتى أفشا رجع في الفترة الأخيرة بشكل كويس محمد هاني رجع مستوى كويس فموسم كله مكاسب للنادي الأهلي مملوك للنادي الأهلي وجماهيره ومثل صدارته وإنجاز الفني والإجدال والصدر حيّة يعني طلب النادي الأهلي للسعة كاملة كابتن بتفسره إزاي برضو إيه كابتن فاروق أم عليش تاني ما قولك طلب مجل الزلط النادي الأهلي بوجود سعة كاملة للجماهيره في المتش اللي جاي برضو بتفسره إزاي آه طبعا طبعا حق النادي يفرح كابتن فاروق يعني ده تتويج موسم طويل وعايز يفرح بالبطولة موسم بجماهيره ومعطقتش يعني اليوم ده لما الملعب يتملع الآخر بجماهيره أنه هيبقى فيه مشكلة فأي حاجة لأنه كان يرجاي تحتافل يعني وخلاص الأمور حسما فبالتالي يعني شايف يعني حق النادي الآلي ويعني وإحنا ممكن زمان كنا بنلعب على طول ملعب ملياني يعني بيوصل على طول مئة ألف وتمانين ألف صحيح فيعني الناس عايز تحتافل في نهاية الدولة وبعدين ما فيش أي ضغوط خلاص اللي أخد البطول أخدها واللي نزل نزل يعني الأمور حسمات يعني من زمان يعني من فترة يعني فالأبروكلي الآلي والآلي يعني يستحق أنه يفرح لأنه موسم هايلة صحيح صحيح والبطول والدولي وماشي كويس وبطول هزيمة ويعني في حاجات حلوة بأمانة الآلي عملها السنة دي ومفيش مشاكل في اللعيبة وما فيش ضغوطات كبيرة يعني بعد بطولة أفريقيا الآلي ماشي برضو في الدول بخطة سبتة وعنده الصبر الأفريقي وعنده الصبر المصري يعني بطولة بيجيب بطولة في النادي مازال كاس وطيب حاجك ويسن الناشئين إن الناس نشوفهم أحمد نبيل كوكا المطش الفكن هاي الزلطة نايسة خطة أكلمك هل حسيت بفرق كتن في وجود بعض اللعبين اللي ممكن ما كانوش بيلعبوا باستمرار عن اللعبين اللي يعني كانوا بشارك لا لا للأمانة للأمانة محسيتش بفرق غيابات الآلي لأن خلاص المنظومة يعني المنظومة زي ما تقول خلاص الترس التروس اشتغلت وخلاص والأمور مشت وبقى في توليفة وفي أسلوب للنادي الآلي فبالتالي أي لعيبة هيلعب هيلعب الفريق صغير أو كبير هيلعب شكله كويس فأنا شايف من نتفع بالناشئين في الفترة الجاية دي دي سياسة كويسة وأنا معاها نشوف لعيبة جديدة ونشوف لعيبة كنا عايزة تحط نفسها في التشكيلي الأساسي صحيح ولعيبة بتقول لنا هنا فهو دا حسن وقت كارت الفاروق المدرب وانت كاسباء من بدري أو من آخر كده المدرب يبدأ يعمل اللي هو عايز يعمله يعني وأي حاجات إن شاء الله هيعملها الأمور هتمشي معها لأن اللعيبة مع دهويات معاية جدا والنتاج زم انت شايف الآلي بيكسب مطشيط بربعة يعني يكسب الزمالك بربعة ويكسب المولين بربعة في حاجات يعني يقدر يشتغل عليها الآلي بدون خوف وبدون دغضات حتى لو لقد الله في مطش حصل في حاجة مش هيبقى ليه تأثير قد ما تكسب لعيب من النشيين أو لعب جديد في صحيح طيب بخصوصة كانت بقى يعني سنة جاية وانت دلوقتي بتتكلم على اللعبين خلاص يعني خلاص النادي الاهلي خلص معاهم جايين ولعبين هيرحلوا وبالتالي مركز الرأس حربة حتى الان النادي الاهلي محتاجه محتاجه يعني بقوة الحقيقة الكلام على اللعب البرازيلي سوزا وفكرة انك تجربة اللعب البرازيلي وكانت موجودة لم تنجح حتى في الدور المصري في كل الاندية تقريبا الا هو لعب واحد وهو كينو هل النادي الاهلي لو جايب لعيب برازيلي في مركز الرأس حرب هل ممكن ينجح مع النادي الاهلي هل الامور تمشي ولا التجربة بتاعت سافيو مثلا وقابليها كستيلو لو تتذكر الكولومبي بعض اللعبين اللي ممكن يكونوا من الجنسيات دي امريكا الجنوبية ماناك حيتش هل المرة دي ممكن تنجح بصة يا كابلي فاروق انت ما ما تنكرش ان البرازيل عندها مستويات مختلفة عندها كل النوعيات فانت لما بتروح بتجيب بتجيب مين انت برضو لازم تجيب لعيب يعني تماشى مع مع الدور بتاعك ومع افريقيا ومع اللعيبة هتلاعيد يكون برضو عنده شراسة خلي بالك يعني اللعي اللعيبة البرازيلين اللجوم دي هتابدوا على المهارة فقط لغير لا في سرعة ولا في قوة النهاردة القوة السرعة موامين كينو ايه اللي نجح كينو كينو عنده المهارة وعنده السرعة عنده القوة فبالتالي نجح جدا في الدور المصري نجح نجح يعني الكورة ما بقتش مهارة بس كورة بقت اساسها السرعة والقوة صحيح عشان تقدر تنفس حتى مهارتك فبالتالي انت ما تجيب لعيب مهاري او من المدرسة البرازيلية او لعيب طق يعني مهاري برازيلي لازم يكون عنده سرعة وقوة لو ما جنتش عنده الصفاتين دول يبقى احسن ما يجيش صحيح مايلعبش في الدور المصري الدور المصري يهيئ لك انه دوري مش قوي بدوريات كبيرة الدوري السعودي مع فرع كبيرة بتلاقي الغلبة للفناء المصرية ان اللعب المصري ذاكي فهمنا كبت فاروق طبعا فبالتالي لما تجيب لعيب برازيل هتلعيب يكون عنده زي ما نبقى سرعة بجانب المهارة جده ينجح في الدور المصري انت جبت مثلا صافيو اللي فات لعيب مهاري بس يعني ما حسناش بكوته نتمنى اللعيب اللي يجي يكون عنده صفاتي لان الكرة في العالم بتعتمد على السرعة والقوة رقم واحد دا المسادي وتقريبا كابتن لو نيجي نقول للاهلي فهو عنده حالة من الكمال في اللعبين في المراكز يتبقى بس فرود وممكن كمان حد يكون علي معلول كمان يسند معاه شوية حد يسند مع علي معلول دي حقيقة وانا يعني حابب النادي للاهلي يجي فرود 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 تسعة ايه مشكلة فرود هالجام فرود يكون فرود صندوق يعني الفرود اللي بيخطف يعني عايز اقول لك حاجة كم هدف الاهلي جابه السرعة دي بالهدس يعني قليل مش كتير لاني مش متواجد الفرود اللي هو لها الجام اللي بيتبع وبرغم من كده يا كابتن هو النادي الاهلي جاب كم جو يعني يا فاروق ودي حقيقة انت كنت ممايز يا اوي اوي يعني انت كنت ممايز العاجات دي دي حقيقة بس النادي الاهلي السنادي جاب اتنين وستين جول وكا rim برضو خلي بالك بالرغم اللي انت بتقول عليه ده تخيل شيب ليه اتنين وستين جول يعني هو حتى الان النادي الاهلي الخام واحد يعني ليه 마음에 ستنين وستين حادة لا 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 لنسبة التهديف وطبعا عليا جدا لو في حد كمان زي ما انت بتقول كده لو في حد زي ما انت بتقول كده الامور تختلف اكتر واكتر كمان في نسبة تهديفية. لا انا بتكلم لها فاروق. انت هتتصدم بفرق برضو معلش انت السنة دي السنة اللي فاتي كنت اه حاسس يعني النادر ايه لي كان محتاج النوعية دي قوي. انت السنة دي مش عارف هتلاعب مين برضو. مم. مش عارف هتتصدم بمين في افريقيا. صح. اه محتاج النوعية دي. اه كارابا وشريف النوعية واحدة قريبة من بعض. مم. الاتنين اه قريبين من بعض في في الاسلوب. لا انت عايز واحد مختلف. مم. يعني زي ما كنا بنلعب كده. مسلا ان فليكس وحسام وكشري وفاروق ومسلا علاء ابراهيم. كل حاجة ليه اسلوب. ما احنا مش تبقى بعض. ما فيناش واحد تبقى التاني. صح يا كفا. فاهم ارض يا فاروق. فدي مهمة جدا جدا. وهتفرم على النادي الالي. مم. في المباراة بالزاد الافريقية اللي هي مع فرق شمال افريقيا. مم. المغرب والجزائر وتونس والحاجات دي. مم. واعتقد ان يعني احنا بنقول الكلام ده. وهم اكيد عارفين يا فاروق. نتمنى يجي لعب مستوى عالي. يكون لعب بروفيشنا اللاعب من الكلاس ايه في افريقيا. او يعني من اللعيبة اللي هي الشباب اللي هو ممكن نقول ان هو في الفترة الجاية يبقى نجم يعني لما اشتغل معناه ليبقى نجم كبير ويقدر يحترق برا. كابتن اونا كوشري خاني اسألك على كولر حقيقة. والسيزن ده بالنسباله. بعد يعني الراجل بيحقق بطولات ممكن محققاش قبل كده في حياته. تشوف احساسه هيكون بيكون ايه في التوقيت ده او تفكيره يكون ايه. هل التمسك اكتر بالنادي الاهلي? ولا في بعض المداربين جم اخدوا النادي الاهلي خطوة للرحيل لمكان تاني? زي ما شفنا مسلماني مسلا كده. بص فاروق الراجل بايه قولر عنده ميزة كويسة اولي. الثمانة برضو ندي له حقه. يعني عارف انت يعني راجل ما بتحسش به ما تشعرش ان عنده مشاكل ومع العيدة والدنيا هادية معاه. فدي حاجة مميزة جدا ان عندك مدرب مش عاملك مشاكل. لكن برضو خلينا نقول ونكون حقانيين اي مدرب او اي لعب يرتبط اسمه في النادي الالي بيصنع تاريخ لنفسه بيصنع بطولات. بدليل ان هو لما جي في النادي الالي فترة بسيطة خد بطولات كتيرة. عشان كده قلنا ان فيه مدربين بتنجح بس في النادي الالي ان النادي الالي عنده مقاومات البطولة وعنده مقاومات الفوز ومقاومات النجاح. فطبعا اي مدرب انا شايف ان هو محزوز ان هو بيمسك النادي الالي. وبيبقى يعني بتبقى بالنسباله حاجة يعني مميزة جدا جدا ان هو يمسك النادي الالي. اه وياخد بطولات لانه بياخد بطولات يا فاروق قرية. لما ياخد بطولة افريقيا من الصعب ان انت يعني دبطولة قرية بتوسلك لبعيد. طبعا. طبعا. فبالتالي لا هو يعني ازا كان مدرب كويس ومدرب. اه واحنا متأكدين من دي وفرع مع النادي الالي. الى ان برضو النادي الالي. لأ صنع له اسمه صنع له برضو. طبعا. خلي بالقى كانت ان كل يعني فيه مدربين النادي الالي بيصنعهم. وجودهم بيتحط بيتحط فيه سي فيه لبطولات كتير. اما بيجوا يوصلوا لمكان تاني. ما بيعملوش نفس الحجم من التاريخ والبطولات. في ظل. ما ده اللي انا هتا بقوله. طبعا هو يعني النادي الالي صنع الكثير والكثير من المدربين. حقيقة من خلال اسميهم يعني. دي دي حقيقة جبت فاروق النادي الالي اه عنده مقاومات كل حاجة. عنده قاعدة جميلية مش موجودة في اي حد. في الدنيا. صراحة. يعني حجم جميل النادي الالي كبير كده. كبير جده مكبر من اندية اوروبية وعالمية. لانه انت شوف كسافة يعني القاعدة. وده مش بقول كده والله عشان احنا اهلوية بس حقيقة بص احنا اعداد مصري وشعبية النادي الاهلي قد ايه. عندك اه اه. هو فاضل بس فقط يا كابتن يعني الاندية الاوروبية بتحاول توصل للجماهير اللي في الشرق الاوسط. لو النادي الاهلي قدر انه يصل للجماهير اللي في اوروبا. ويخليهم اهلوية يعني شجعوا حتى النادي الاهلي. تبقى دي بقى كاملة او تم الكاملة. والله انسى الله. يعني هما بيعملوا كده يعني. هم بيعملوا كده. يعملو لك موقع خاص بيهم باللغة العربية. طبعا بالشهر الموجودة. انت كنادي الاهلي. لو دي تعملك. بعدين انت بتلعب برضو وخلي بالك انت معروف برضو عن اندية كده. انت بتلعب كاس عالم على طول كاس عالم اندية فدي برضو الناس بتشوفك. بالزف. فدي بتعملك شعبية يعني يا وارد يعني انادي الاهلي شعبيته كبيرة. احنا بنقول ان الاهلي عنده مكوامات البطولة في البطولات اللي بيخشها. استكرار على مستوى المادي والاداري والفني واللعبين. فبالتالي النادي الاهلي. الحاجات دي كلها بتفرد مع النادي الاهلي كتير جدا جدا. طبعا. عادي اسألك سؤال بقى كابتن يعني. اه. اه. السنة يعني فكرة المنافسة. ما بين الاندية ووجود منافس لها النادي الاهلي. هل ممكن نشوفه السنة الجاية? هل زمالك وبيرامدز مثلا يعني بيرامدز بالرغم ان هو اخذ مركز تاني كان بعيد برضو عن نادي الاهلي. هل السنة الجاية هيكون نفس الوضع من وجهة نظرك في ظل الازمة اللي موجود فيها نادي زمالك? وحتى الان طبعا في ان هو مهدد كمان بوقف القد بالنسبة له? والله معلش تاني يا فاروق معلش معلش نقاس التاني. انت مصبتش السؤال كله. اللي بكلم احنا على الحالة التنافسية بالنسبة ليه الموسم القادم. في ظل ان نادي زمالك في حالته في التوقيت الحالي. وبعض المشاكل موجودة ادارية وفي نفس الوقت المشاكل اللي ممكن كمان تو يواجه نادي زمالك ان في احتمالية كبيرة جدا لوقف القد بالنسبة له مرة اخرى. بسبب مشكلة شكبالة مع نادي نشبونة. هل التنافسية ممكن نلاقيها السنة الجاية? ولا هتلاقي الوضع كما هو عليه. والله النادي الزمالك ممكن يبقى فيه تنافس بينه بين النادي الاهلي. في حالة ان هو يبقى عنده استقرار على جميع المستوات يا فاروق. يعني النادي الزمالك ما عندهوش الاستقرار الاداري والمالي. يعني دايما بيشتك ان هو ما عندهوش فلوس عنده مشكلة في حيث في الادارة ان هو كل شوية. محجوز عليه. الارصيدة محجوز عليه. الحاجات دي كلها فاروق. مم. بيبقى لها تأثير على 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 الفريق وعلى النادي. فلو استقرت النادي الزمالك. لو استقر على جميع المستوات اكيد عايبقى ليه? عايبقى منافس. لان هو طبيعي للنادي الزمالك والمنافس الاول من نادي الهالف في اي بطول افناص. ده مفهول. ودي حقيقة يعني هو وستنى الفاتذ الزمالك كان بطل الدوري وستنى الهبلاء. فبالتالي فاروق هو محتاج استقرار ومحتاج اه يعني دعم في في اه مادي كويس واختيار برضو خلي بالك اختيار اختيار مدربين اه تعرف تجيب عناصر كويسة ما يجيبش مش اي حد يجيب اللعيبة. ما احترام اللي بيجيب اللعيبة لنادي الزمالك عنده مشكلة. انا ما ما بقاش واحد اداري ولا واحد اه مدير كورة وراح اجيب لعيبة للنادي انت مالك مش بتاعتك. انا 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 شايف ان مشكلة نادي الزمالك كانت انك وشري وانك تعترف ان في بعض الاخطاء موجودة. وانا ما 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 بصش للغيري في اه او الشماعة اللي انا ممكن اعلقها على المنافس بتاعي او اه الاحداث اللي بتحصل او التحكيم او 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 انا بشوف ان تشوف ايه المشكلة اصلا وتبتدي تحلها. دون النظر الى اه شماعات ممكن تبقى موجودة. اعتقد النادي الزمالك في الوقت ده مع التزبيط الاداري مع انك تجيب لعيبة كويسة تقدر ترجع تاني زي زي الاول واحسن كمان. هي دي نقطة مهمة جدا جدا. اعتقد النادي الزمالك. انا عايز اقول لك حاجة فاروق النادي الزمالك ما عندهوش مشكلة مع تحكيم في حاجة انا مش شايف ان في مشكلة. يعني في وقت ما انا احنا كل اللي عندهو مصير تتكلم على تحكيم انا بتكلم في اه. نا انادي الزمالك برضو اكتر فرقة بتاخد ضربات جزاة في الموسم. يعني لما بيجينا ضربة الجزاة بياخدها. يعني ما عندهوش مشاكل ما احضرشوا مبارات بتحكيم يعني ما عندهوش. ما كانش ده السبب الرئيسي السنادي لخسارة الزمالك الدوري. لا. السبب الرئيسي للزمالك خسارة الزمالك السنادي الدوري. اني ما احترامي فيه بعض العناصر فيه فريق ما تستحكش انها تلعب في النادي الزمالك. مش على مستوى نادي الزمالك. والاداء بتاعه كان سالبي جدا في مبارات كتيرة. ومفيش روح اللاعب اللي هو يلعب في النادي الكبير اللي يلعب على طوله لازم يبقى عنده مقاومات البطول. يبقى عنده اسراره عنده. لك انا ما شوفناش الكلام ده. انا عايز اقول لك حاجة للنادي الزمالك. في وقت بالاوقات يعني وزع بناط على فرق. بوز ده الجدوى للدوري. خلى فرق تركب على فرق. فرق كبيرة تنزل لانه لعب مع فرق. اه كويسة مسلا بعمل نتايج ومع فرق تانية ما عملش نتايج. فتلاقي اللي حصل في في اه تمن فرق اللي تحفف الدوري بصرعه. كان ناجز مالك كان كان طرف فيه لانه اه بدأ يوزع الهدايا على الفرق في الفترة الالهيرة. صحيح. وانا الكلام ده مش بنقوله اه سأليل من ناجز مالك بس ده ده اللي حصل على ارض الواقع. صحيح. لازم اللعيب اللي ناجز مالك يكون لعيب عنده مقاومات خاصة ان هو يعرف يلعب بطولات وعنده يقدر استعمل ضغوطات ويكون بيلعب بجدية. واده ما شفناهوش في الفترة اللي هي اللي قابل اللي فات دي على طول في الناس صحيح. قابل ما اختم معك كابتن كوشري المسلم الجاي كابتن كوشري اخبره ايه? والله ان شاء الله يا فروب ايذني لكله خير. اه. وانت عارف احنا يعني مجنة النهاردة في حدة افناني بكرة اياعد يعني ان شاء الله بإذن الله خير ان شاء الله. كل التفليل ليك كابتن كوشري. حبيب يا روء. شوف الجامعة لخير وسعادة كده وفي احسن حال. كابتن احمد كوشري نجم النادي الاهلية السابق بشكرك شكرا جزيلا. خليني اطلع لفاصل وارجع بعد الفاصل اكمل مع حضرتكم اخبارنا. طبعا في انتظار كابتن الجميل كابتن ريد عبد العديد. اسد الاستار على مشوار الفري الاول لقرة القدم بنادي الزمالك في الدوري الممتاز موسم الفين اتنين وعشرين بتعادل مخيب للامال مع فرقه بهدفين لكل فريق في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة. وفشل الزمالك في استعادة توازنه بعد الهزيمة القصية اللي تعرض لها الفريق في قمة الاهلي. لينهي الابيض مشواره في بطولة الدوري بالمركز الثالث. ليضمن المشاركة في بطولة كاس الاتحاد الافريقي الكونفدرالية في الموسم المقبل. الزمالك خاض اربعة وثلاثين مباراة في بطولة الدوري الممتاز. حقق سبعتاشر انتصار. وتعادل في تسع مباريات. وخسر ثمان مباريات. وحصت ستين نقطة احتل بيهم المرتبة التالتة بجدول المسابقة خلف الاهلي بطل الدوري وبرامدز صاحب الوصافة. وعلى الرغم من تراجع الزمالك في الموسم الجاري. الا انه تالت اكتر فرق الدوري تحية للانتصارات بعد الاهلي وبرامدز. سجل لعابه الزمالك اتنين وخمسين هدف. وهو تالت اقوى خط هجوم في الدوري بعد الاهلي صاحب الاتنين وسبتين هدف. وبرامدز صاحب الخمسة وخمسين هدف. بينما استقبلت شباكه ستة وثلاثين هدف. وبيعتلي احمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك في الموسم الحالي. وسجل تلتاشر هدف في الدوري. كمان هو تاني هداف بطولة الدوري بعد الانجولي مبلولو نجم الاتحاد السكندري. الاهلي هو اكثر الفرق تسجيلة للاهداف في شباك الزمالك في الموسم الجاري. بعد ما فاز الاحمر في لقاء الدور الاول بسلاسية دون رد. وعاد وانتصر في لقاء الدور التاني بربعية مقابل هدف. ليصبح عدد اهداف وسبع اهداف في شباك القلعة البيضاء. وهيشارك الزمالك في بطولة الكنفدرالية الافريقية في الموسم المقبل برفقة فريق فيوتشر صاحب المركز الرابع. الزمالك خسر خمس بطولات في الموسم الجاري. وهي كاس السوبر المحلي وكاس مصر وبطولة الدوري ودوري ابطال افريقيا بجانب كاس سوبر لوسيل. مرحب بحضراتكم مرة تانية بيجي بقى دلوقتي حبيبي ونجم الشاشة الخاصة بيه البريمو. نجمينا الجميل كابتن ريد عبدالعيل. هيبقى لي فترة كبيرة جدا يعني ما مطلعناش مع بعض. وبالتالي النهاردة حلقة هتكون مميازة في الظل وجوده طبعا النجم الجميل والكبير كابتن ريد عبدالعيل. محللنا الدائم في البريمو. كابتن ريد اتحاتي ليك? حبيبي يا روحة رحشني. اه اسلام ممكن قال لك عودة حميدة المرة اللي فاتت لكن بالنسبة لي بقى النهاردة انا محسوب جدا بوجودك. انت حبيبي انت عارب. انت لعبت جمبي. اسلام ملعبش جمبي. انت لعبت جمبي. انت كنت بتبصير عشان يجيبي الجوار اه. اه. عاجات جميلة كابتن تطلع منك. اه. فقورة وهنا كمان. حبيبي بقى تلوق. حبيبي يا روحة محترم. طيب. تعليقك على فوز الاهلي بالدوري الاول. ومن وجهة نظرك الاسباب. اه. طبعا يعني انا قلت الكلام دوت من نهاية الدور الاولاني. اه. اكتر فرقة مستقرة في مصر. وفي افريقيا. بايلي عن سانداونز. اه. هي فرقة النادي ده. اه. ويمكن قلت الكلام ده معك. حتى لما جينا بنتكلم على افريقيا قلت لك. النادي الال هي العقبة الوحيدة لقدامه سانداونز. مفيش سانداونز. يقضوا البطولة بنسبة 95% حصل. صحيح. بالنسبة المواتشاط الدوري. اه. انت حسيت اصلا الاهلي لعب الدوري. لا. والله ما انا. لا با اقول لي مجهود. اكسم. ده هو من الدور اولاني هو ناهي الدوري. وانا قلت لك. اه. بقولت لك. اه. قلت لك. بص. مشكلة هنا مفيش كرة في مصر. اي فرقة بتلعب. انا معرفش بقى بصراحة يعني. اه. مدربين ييجوا قدام الفرقة ويعملوا فيها عنطر ابن شداد. و اه. 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 صلاح الدين الايوب. وييجوا قدام النادي الاهلي تحس كده ان ايه اه مشاني 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 ما بيهاجموش حتى النادي الاهلي دي دي حاجة غريبة جدا مش يمكن اللعيبة يهوم في الوقت ده بيتخضوا مثلا من لون لاحظة ما انت عارف انت ما كنت بتلبس في الان حالة وقت ينزل كان للايه اللي بيحسن معلش بس الشوط الاهلي لما الشوط التاني الفرق كله بترجع لأ الفرق لابترجع لشوط الاولاني ولا التاني يعني سيبك من مطشي الزمالك الأخير ده كمان السبب فيه كولر انت قصدك في الشوت التاني لما الزمالك رجع ده الزمالك عمل أربع تغييرات دفاعية عشان يحافظ انه ماخدش فيه جوان اكتر من كده صحيح وانت منزل مين ومحمد طارق صحيح اوه طارق مع اسمه محمد طارق ايوه طارق محمد طارق محمد طارق ومنزل عمر جابر ومنزل عمر السيسي ووروقة يبقى دي تغييرات دفاعية ولا هجومية يعني انت مثلا ايه ارجع بالذاكرة كده مطش خمسة تلاتة ايام مسلماني لما الزمالك اتأخر بتلت جوان الشوت الاولاني عمل ايه نزل مصطفى فاتحي ومش فاكر كان نزل حدي تاني بيلعب قدام عشان يعوض انما دولت بينزل ناس تدافع عشان النتيجة ما تزدش على الناحية التانية كولر واقف نايم مش مركز كسبان الشوت الاولاني تلاتة لازم ينزل يعمل تاريخ دي فرصة دي فرصة واربع واحد مش تاريخ برضه انا بقولك كان عمل تاريخ انت كسبان الشوت الاولاني تلاتة تلاتة اه لازم ينوي غلد ومحمد عماني عم غلد وكرة في العرضة وكرة تانية في القائم قال له انت قصدك يعني كان نخلو الوضع ما فيهوش شوف اصلا ومحدش شوف قدام لو انت نزلت واجمت من اول دقيقة من الشوت التاني كنت هجيب جون الرابع الخامس كنت عملت بقى انما الرجل واقف نايم على الخط عادي خلاصه واكسب تلاتة الدنيا خلاص زال فل مفيش زعق للعيبة مفيش حمية مفيش اللعيبة بتتدلع وواضح قوي واخبالك هو ده اللي ادى ازا مالك ان هو يمسي الكرة ويهاجم النادي الالي انت بتقولك كابتن ان النادي الالي هو الوحيد المستقرر في الدولة المصر هو الوحيد اللي عنده استقرار لأ بس استقراره من ناحية الفلوس يعني استقراره من ناحية الفلوس وعندها لعيبة زيه زي الاهل بص اللي مفروض ياخد دور السنة اللي فيسته السنة دي بيرامد لو جيت تتكلم كورة على السكواد اللي هو موجود هنا واللعابة اللي موجودة هنا وهنا وهنا بيرامد زي اللي مفروض ياخد لين مبلعبش تحت ضغط ولا فيه جماهير يعني ممكن مثلا السنة دي في اول المسلم لو تفتكر جمهور يلقاله جمهور الزمالك اللي اتنين كانوا بيدغطوا على اللعبة بتاعتهم الفرق الوحيدة اللي محدش بيضغط ده من السنة اللي فاتت مفروض ان هم ينزلوا بيلعبوا بارتياحية مفيش اي ضغوط من الجماهير خلي بالك الجماهير دي لما تضغط ممكن تخرجك عن المألوف عن تركيزك ونتعدد بالمراحل دي لما الجمهور يبدأ يزوم عليك ما بيخلكش تشوف الملعب فهي المشكلة كلها ايه اكتر فرقة مستقرة زي ما انت بتقول كده من ناحية الجماهير ان ما عندهاش جماهير ولا اعلام ولا الكلام ده هي بيرمز مفروض تلعب عادي لان لو خسرت محدش هينتقدها اتعدلت محدش هينتقدها ما انتعرف ان الجماهير هي بيقوم لو في مشكلة عشان كده النادي قالي دايما لعبته وحطه في دماغه انها لا ما تخسرش لكن بيرمز اتغلب خلاص يا حبيبي لا انا قصدي ايه وانت لو حطيت لبيرمز جماهير زناد الآله والزمالك اكسر بالله ما تكسب ولا ماتش معقولة اه طبعا يعني ما تدهمش الدفعة لا 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 خالص هما بيلعبوا دايما بال ان معلهمش دغوط مكويسين شوية لما جمهور الآله لعبته الآله والزمالك هي تعودت على كده لو راحوا هناك لبيرمز مش هتلاقيهم لعبة بيرمز مش هتلاقيهم غير اثنين تلاتة بس والباقي كله هتلاقيه لا هتلاقيه بيرقب بتخبط في بعضيها مهو بس مهو اللي ده اللي بيفرق الاهل والزمالك عن اي فرقة تانية وطبعا الاسماعيلي ايام ما كان اسماعيلي والمصري ايام ما كان يعني الفرق اللي هي الجماهيرية دي والاتحاد واخد بلد لان دورات دايما بيلعبوا تحت دغط الجماهير طيب السؤال بقى دلوقتي كاته بالشكل اللي شفته وصل بيه النادي الاهلي للمرحلة دي بمدير الفني بيلعبته بالبطولات بالشكل الفني واللي انت شافه في الدور المصري ومستوى الفني للفرق كلها هل هيفضل التنفسية بالنسبة ليه الدور الممتاز والكرة المصرية او حدي يعني مفيش هيبقى فيه تنافس للنادي الاهلي لا خلاص بعد اللي انت يعني هل السنة جاية ممكن الامور تتغير لا طبع هيفضل كده خلاص انت الزمالك وقع الزمالك عشان يرجع مش القوم يعني ايه ما عندوش قومة يعني السنة الجاية وانت دلوقتي يعني الناس ربنا يعني عرفنا بالحق انت مفروض ان انت في اخر الموسم صح تمام مفروض دلوقتي نادي الزمالك بيقولك ايه انا اتعقدت مع فلان الفلان وفلان الفلان عشان تدعم عشان تبدأت نفس السنة الجاية بس ما هو ممكن اكون اتعاقدت بس لسه ما اعلنتش حتى لو تعاقد يعني اللاعبة اللي موجودة في الدور المصري انت بتجري لي وراء الحمود حمادة ومحمد شحاتة من طلع الجيش والكلام ده النادي الاهلي راح يجيب لي امام عشور امام عشور وصيبك من امام عشور كمان فيه اللي هو الفرود اللي هو اللي في الفريق الكوري ده اه السوزة واخد بلد وفي كلام عن مصطفى فاتحة اوي كمان اكبت بس انا اقول حاجة لو حصلت النادي الاهلي هينافس على كاس العلم الاندي ايه بقى لازم يجيب حد في الديفنس كويس اوي حتى لو محترف مساج جنب محمد عمنا ويكون لعيب كورة وزي ما انت بتفكر في الفرود ان انت عايز يجيب واحد يخلص لازم واحد دي مشكلة النادي الاهلي ان حد يلعب من ورا بجانب محمد عبد المنعم بجانب محمد عبد المنعم يعني ياسر ابراهيم يعني ما حققاش تموح اللي انت بتقوله ده لا هو كان محمود متولي بس اصاباته كتير هو دا اللي كان ممكن يعود الحتة دي فانت عشان اصاباته انا سامع ان هو ممكن يمسل لا ما اعتقدش انا سامع بس انت لازم تجيب واحد جامد اه يعني تجيب واحد عشان الاصابات لو اتكررت لا بغض النظر حتى لو محمود سليم لما هجيب واحد جامد في الحتة دي محمود هيموت نفسه ده هيموت نفسه ده في صالح النادي لا واخد بالك واجيب توريه بلتي توريه اه والجلاصي كلام اللي كنا بنقوله على الزمال بس الوقت النادي الاهلي هو اقوى اقوى في ايه في الناحية المادية في اشتراك البطولات صغيرا في افريقيا او في كاس عالم الاندية واخد بالك فانت عايز لعيبة كتير يبقى الجلاصي وتوريه ومصطفى فاتحي حتى لو مشيت بيرسي تاو مش جايه له احتراف هم كل اللعيبة سواء عبد المنعم بيرسي تاو وديانجة اهو كله كل واحد عنده عروض بطل افريقيا افضل لعيبة فاكيد عروض كتير يعني انا بقولك انت لو جبت التلاتة دول التلاتة اللي انا بقولك عليهم واحد يكون مساك كويس قوي وعندك توريه في نص المنعم وتمشي بقى ديانجة تمشي التخين في الحتة دي اوكي لكن ما معشورا ما يفيدش الاهلي ما انت لو جبته هو اجيه هو مضى الراجل خلاص ايوه ما مضى بس لس اعلنت لا لس طيب اما تعلن اوه ايوه انا بكلمك ما بص برضو حتى لو كده الصفق دي انت بعتخز تبتقول تييب ما جدش تسل لا ايوه هات واحد دي فندر انه يروح بيه برنادي الاهلي في حتة تانية برضه هو كمان ايه هو امام ايش معنى تبقى تبقى يروح في حتة تانية لا يعني اوز انت بتقول النادي الاهلي اخو كاس عالم لو جب دول ودول ودول ايوه ماشي اه وكدبالك اللي هو بيلعب الكرة الادام اللي بيمسي الكرة ويلعبك اللي هو تورين حط بقى جنبه امام عشور حط جنبه بقى قفشة حط جنبه اي حد يكسر الدنيا وقدام مصطفى فتحي دوت انا شايف انه هو اقوى صفقة لو النادي الاهلي جبها من بعد رضى عبدالعلي السلام علي من بعد رضى عبدالعلي اه ليه ما فيش اي صفه جالك للنادي الاهلي بعده Austin لا فيش صفقات طبعا بسهailleurs الموهبة الموهبة انت جبت مين موهبة من بعد ابو تريكا كنت ابو تع وتريكا ما كانش في الزمالك ايه انت بتكلم على زمالك ولا فـ لا انا بتكلم على الزمالك بالطريقة اللي انت بتكلم عليه الس بعد باتكلم على الزمالك يعنى اللعبة اللي بتيجى من الزمالك اه سوق مش بالزمالك ديitherو هادة they have بيرامدز والتعاون ده لا بيرامدز ده بيرامدز جاي اعارة ماشي وروح التعاون وهو اصلا لو ازا مالك تكلم فيها جيبه لانهوة بتاعه اصلا بس هما مش عايزين يتكلمه طبعا هما رميين الفوتا فانت شايف ان هو اقوى الصفقات لو جت بوسه هو اللي شايل بيرامدز احنا هنتحق على بعض هو اللي عامل الشاكل كله بيرامدز طب انا بقولك دي هتبقى اقوى صفقة من بعد صفقة اتخذها بعقالي ان ده ييجي لعب مهاري بيعرف كيف بيقوم بيعرف يعمل جون بيعرف يخليك تستحوز على الكورة لعب كله اجابي على الجون انت بتفتقد الكلام ده يعني انت دلوقتي الاتنين اللي عمليلك الشكل ده بيرس تاو احسن الشحات وكان من فترة كان احمد عبقادر بس ما عرفش خلصه علي غريب احمد عبدالقادر بصراحة ان هو يبتعد عن بالشكل ما تعرفش معيني مفروض ان هو يبقى لازم بديل لأي حد في الاتنين يا بيرس تاو يا اما حسين حسين الشحات فانا بقول لك اهو عالس نفس على الكاسة العالم الاندية اهتي التلت لعبه دول توريق باللاتة توريق ومصطفى فتح والجلاصي وراهنك وراهنك هتعمل حاجة في الكاسة العالم الاندية بس لو لعبت في النهاء جورديولا ما تسألنيش يعني هو انت كتفرضة بتقول احتمالي يعني ان لو دول جوم بس خلي بالك بلاتة توريق مثلا جدد ثلاث سنين مع بيراملز بس ماشي هو جدد بس انا لو كنت دقيه تعليم من فترة قبل التجديد انت عايز اصلا بلاتة توريق روح اي نادي من الاندية كبيرة بيه هيفرق معا طبعا 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 صوف فتح او معك بس انا بقول لك هو بيقترب بشكل كبير جدا لنادي الاهل ما انا بقول لك اي با ماكسب كبير بقى بص ده ماكسب كبير قوي قوي لنادي الاهل ده بقى اللي هيرعب لك بقى برسي تاوي وشحات وطهر محمد طهر و و احمد عبقاد اي حد لان ده انا انا يعني انا كنت دايما بتكلم وبقول ان ده هو اللي يوري الصلاح في المكان بتاع صلاح طبعا يعني ايه كان فيه النهاردة التصريحات او من برحة التصريحات من طلع الجيش ان احتمالات برضو يروح طلع الجيش من عشاء التجنيد ام احمد كده خلاص هو عنده كمسان اه مش عارف حيه بس او اكيد يعني ممكن يبقى تجنيد متأخر او تجنيد يعني مش كبير من الصفة ومس صغير في الوسط يعني احرام ام ام 28 بلود ايه طبعا يبقى كده خلاص بابتالكورة اه والله يبقى كده يعني انا شايفي قصداء انت عارف لما يروح مثلا قالي او زمالك هيلعب انتاخد مصر هو بيلعب قريدي ماشي بس لما يروح طلع على الجيش مش هيلعب ليه هقولك ليه لان احنا عندنا هنا نقرب مصر قالي وزمالك واحترفين ام 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 ده بيجيبوا مرموش وده قد مرموش مليون مرة ام تخيل ام طيب كلمك عن الزمالك وماتش مبارح شفت الصحات الرجل بعد الماتش لا ما اسمكتش في التصرحاته والااااااااااااااا اه ام مؤتمر صحفي أنا معاكوا دلوقتي يسألوني أنا هادي أجازة للعيبة وفيه لعيبة خلاص قال لك أنهم مش موجودين معايا زي سامسون زي مين تاني جماعة ناسية مش هو اللي بيقول لا هو الرجل طالع بقى كابتن يا بس معنى مش هو اللي بيقوله سامسون وبالحج هو متحفظ سامسون وبالحج هو متحفظ فقول كذا قول كذا باخد بالك بس هو مدرب كويس كابتن واضح فين كويس فيه ده بلعب النادي الآلي وانفكر بلعب مركز شباب مبابة أحد يلعب قدام الآلي وفاتح رجله عم فاروق ايوه كابتن هو الرجل عايزي فاجئ يعني شايف ان هو هو ده أول ماتش دي على فكرة يا لعب الاهلي صح؟ ده كويس ده كان هيلعب في السوبر ده كان لسه جايب ما قالوش يسبوع كان شاله ستة ايوه كان صح تأخر شاي قالك كان شاله ستة ده كان لسه جايب ده كان لعب بالطريقة دي قصدك اه طبعا ده يعني بص الله يكون فعون جمهور الزمالك للآخر يعني السنة دي اتمرمطه والله العظيم اتمرمطه هل فيه أمل في البطولة العربية كتن؟ فيه في النهاية زميك يعمل حاجة في البطولة العربية؟ انت انت اعتذرت عن بطولة السوبر حصل ومتش واحد فانت هيلعب الاتحاد المنستيري الشباب النصر ايه انت مش شعبت ليه عشان الفلوس؟ يعني اتضيع هي بتنادي الزمالك وتاريخ نادي الزمالك انت عزو عتزى نادي الزمالك؟ اه طبعا لا ببص اه انت تروح لو انت جبت صفقات وعملت مثلا فترة اعداد كويسة ايوه سواء او الاتحاد العربي هيسمح له ان هو لو جاب صفقات انه يروح افهينا اذا كمش عارفين يدفع اذا كمش عارفين يدفع الفلوس بتاعتش انا بقول لك الاتحاد العربي قالك مفيش مشكلة ايوه ماشي الاتحاد بس انت معندكش او الاتحاد هيجيب لك الصفقات الاتحاد العربي كمان ما هو قالك ناخد الفلوس الاول بس ياه وبعدين حتى لو خدوا الفلوس مش هجيبوا الصفقات مفيش نية هم عايزين يقفلوا ضرافها قبل ما يمشي عايز يفض الدنيا كلها مين المستفيدة كتن بحاجة كده حد هيستفيد بحاجة ان الدنيا تبنى ما هو عشان اللي يجي بعد كده يعاني اي رئيس نادي هيجي بعد كده يعاني لا فيه فلوس ولا فيه العيبة ولا فيه استقرار ولا فيه ادارة كان فيه كلام على النادي الاهلي هيتبع لأحد المستثمرين لا مرجعش يعني النادي الاهلي يعني في الاستقرار ده واخد كل البطولات نادي الزمالك لا انا بكلمك عن نادي الزمالك قصدي سوري نادي الزمالك نادي الزمالك انا عسف ان انا بتكلم عن الزمالك ولا الزمالك لا اصلا كده كلم يعني عنده الجنة ولا الزمالك يتباع يعني انا من وجهة نظر الزمالك بقى اه ممكن يجيب واحد يبقى مستثمر ولا بتاع بس نادي الزمالك ما يتباعش لحد ولا النادي الاهلي ده دولة يعني عراقة في الكرة الافريقية والكرة الافريقية بس ايه المشكلة في فكرة ان كابتن يبقى فيه المستثمر يجي اخد اسم النادي ويبتدي يعني يصرف عليه بقى ايوه يبقى مستثمر اه انما نادي الزمالك هو نادي الزمالك اه لا ما هيفضل اسم نادي الزمالك اه ماشي زي مثلا منشستر يناتد او منشستر سيتي اه بيجي مستثمرين بيشتروا النادي هو هو بيفضل بجماهيره باسمه بتفاصيله ولكن وضعوا فكرة مختلف اداري كده ماشي انما ما يقولش نادي فلاني لفلاني زي لا لا مش هتبقى كده طبعا طبعا تفرق كتير والله بقى على حسب الفلوس وعلى حسب العقليات اللي هتيجي ويجيب لك في كل اله هيجي للقدم بس ولا الكل النادي ما لازم بقى شركة الكرة تبقى موجود لا انا هنا بتكلم في حاجة فانت عشان الالعاب التانية اليد والطيرة والسا هل اني هيبقى لهم نصيب ولا دولة تتجلبوا وهو جاي بس لفرقة القدم يعني دي تفاصيل اخرى بكلمك عمتا لو جاي لفرقة القدم لو جاي لفرقة القدم اكيد طبعا لازم هيدخ المبلغ كويس عشان يجيب مدرب كويس بس انت يعني ده ممكن لو بيحصل توافق انت كواحد من دعابي نادي الزمالك القدامى مسلا او محلل ومفاجر طالما نادي الزمالك موجود وكل اللي بيدير من الناس اللي هي رموز في النادي ما عنديش مشكلة هو طبعا كواحد هيدخ هيدخ لا وهيدير هيديري ازاي ما انا ممكن مسلا اكون راجل اعماله مليش في القورة نهو يا كابتن ما كل رجال الاعمال اللي بيشتروا عندها في اوروبا هما هما لا فيه روس بوس فيه ثوابت يجيبوا بقى ناس لا لا فيه ثوابت فيه ثوابت اللي هي رموز نادي الزمالك بجيبها وبجيب ناس تانية معاهم انت او غدبالك يعني بجيب اه ناس تابعه عشان يديروا العملية اللي هي المالية غير العملية الفنية العملية الفنية دي اللي هي ناسها انا اه اجيب وعد وافهم واقول اه هنجيب الفروق مثلا بقد كده وهو في سعره قد كده وهيفدنا لان احنا عندنا الحتة دي نقص والكلام ده وحرس مربع وفيرود ونص انت وقت بالك هو جاي عشان كده فماشي هيدق الفلوس عشان كده واستفاد مدين وايحط الفلوس في المكان اللي هو الصحيح ففي الحالة دي اه ممكن يرجع نادي زمالك وينافذ تاني انما بالشكل اللي احنا شايفينه ده انت الغد دلوقتي كل الاندية عمل الصفقات الا نادي زمالك انت سمعت ان حد جي في نادي زمالك ممكن عرشح ده حالة حالة من التكتم ولا ايه تكتم ايه بحنا السنة اللي فاتت وش القفص واماشفناش لوش القفص ولا اعر القفص كان 11 لعيب اه وانت واخد دوري وكنت عايز 2-3 لعيبية بس يجي يسندولك يقولك الفرقة انت روحت جيبت اللعيبة بوازتلك قدت اللبس بتاعتك اولا لا تصلح ولا ترتقي لنادي الزمالك وبيلعبه يعني اللعيبة سواء الصغيرة او اللعيبة اللي كانت موجودة اللي خد الدور وكذا كانوا حسن منهم لهم خدوا مع اثنين اللعيبة بقى زي ما بنقول كده توري على الجلاصي على مثلا ابوكة مع المجموعة دي كانوا قسروا الدنيا لما انت روحت جيبت لعيبة يعني انت جيبت اللعيبة ولا تستفد منها ولا استفدت منها ولا هم اصلا لعيبهم عن السيرة طب انا دلوقتي كانت زي ما لك عايز اخرج من الموقف اللي انا فيه عشان يعني احسن لو انا بتكلم بقى ان انا عايز اخش في تنافس مع نادي الاهلي مرة تانية السنة الجاية انا برضو محتاج الفلوس لا قبل كل ده ومحتاج اللعيبة قبل كل ده من اللعيبة كابتن ابوص قبل كل ده اللي انت قلتهم ان هو مثلا بلاتي توريو اللي انت بتحبوهم دول مش بحبوهم اه دولة اللعيبة اللي انت يجبولك بطولة هو عمر السيسي كان في فريق وحش كابتن هو عمر السيسي اللعب هو الزناري كان وحش في فريقه اه طبعا هو طبعا هقول لك هقول لك بسه كانوا جون فرقهم هقول لك ليه اه كانوا وحشين لما جوم نادي الزمالك ملعبوش اه سيبك من ان هما بلعبوا هناك مكسرين الدنيا مهانت عمر السيسي ده اول ما جي لعبت اربع ماتشاته وبعد كده الراجل قعده اه ولما كان بيلعبه كان بيلعبه ناحية الريط عشان يقفل على المسلوسي اه طبعا تماشي المسلوسي وتجيب حد يلعب في الحتة دي لعب سيد نمار اه اللي كان مكسر الدنيا اللي هو السبب في الدوري والسهل ومتتمسك بعمر جابر تعرف كده يبدا عنده فكرة لا هو التمسك هكابتا ماليش يبدا عنده فكرة يا عم ده راجل من البديل اجيب مين بديل مكان عمر جاب يعني ماشي عمر جاب يا عم اجيب احمد عيد اللي هو الاعار بتاع المعار احمد عيد انت عارف ان هو مش هيرجع خلاص ليه عشان ام بي هيدفع الفلوس الخاصة لا ولو نادي الزمالك قالك لا انا مش العقد مش مكتوب كده ده لسه كان كابتن مدير الكرب محمد اسماعيل احمد اسماعيل كان في النقطة دي ان احنا مش في حاجة ان احنا نرجع نات الزمالك احنا هنحط الفلوس وخلاص وانتع الموضوع تابد اسمه كلامي احمد عيد احسام المسلوسي اكسم بالله احسام المسلوسي انا معرفش هم كانوا جايبين المسلوسي بنان على ايه والغريب ان كل مدار بيجي اكتن بيلعبه بص بتفرد عليه اسمه على اللي انا بقولك عليه ورب الكعبة بتفرد عليه هتلاعب دعنا ده ولو ملعبش ده الراجل هيمشي طب تعالى نطلع الفصل ونرجع نكمل كلامنا يطلع الفصل ماشي نطلع الفصل كمير مع كابتن ريد عبدالعال بعض الفصل ناتي زمالك لما هيروح البطولة العربية انت قلتلي كنت عايزه يعتذر طيب هو ما اعتذر ايه اه اعتذر في ماشي السوبر ايه اه اعتذر في ماشي السوبر خافع على اسم ناتي زمالك لان اسم الناتزة مالك كبير بطولة السوبر ما فهاش امل في انك اه سوري بطولة البطولة العربية فهاش امل ان ناتي زمالك يعمل اي شيء من وجهة نظرك في ظل الشكل ده بالمدرب ده واللعيبة دي اه لا انسى احنا عندي تحقر بعض يعني ما تكسبش الاتحاد المنستيري اللي النادي القالي كيزبو في اول السنة في الدور التمهيدي مش تكسب الشباب السعودي بالشكل ده ما تكسبش احدا مش تكسب النصر فيه كريستيانو تبتر لا انا بس اي يعني ولا بتكسبش يأ فيك ايها الزمالك يعني ايو انادي كبير بس انا انا عشان اروح بطولة زي دي اروح اخدها يا فاروخ ام العب على الاول والتاني والتاني نسقفلك ونقولك قديني توقعك كلا اللي دائم اللي دائم انا كابتن بيكون اه لا انا ما معرفش الفرق من سواه ايه اللي الهناك بس انت اسمهم يخد ام يعني النصر والشباب والاتحاد المنستيري والاتحاد المنستيري اه ممكن عادي انما الاتنين التانين لا جايبين لعيبة شوف الدوري السنة دي عامل ازاي في السعودية وجايبين لعيبة عامل ازاي انت بتسمع ارقام بتتخد مم مئة مليون درار ده قال للعيب جايبة طبعا قصة تانية دي رأتي خالص طيب يعني انت فرق زي دي مستعدة وراحة وكل واحد شدد الفتلة عشان ياخد البطولة وانت انا ما جبت الصفقات ما جبتش لعيبة ومعاك مدرب انت شايف مش عارف يقرأ الدوري بتاعنا عامل ازاي ده ساعات بيلعب نضاي باكرايت وساعات بيلعبه باكليفت وساعات بيلعبه وينجرايت قلق وينذيك تقولك ماهلni عنده مألفش لعبي كل واحد على يعني ان انت مسلا burdens يرضيك بيلعب المسلوس جوه مساك وبيطلع الزناري البطيء اللي ما بعرفش يعمل يطلعه يلعبه بكريت ينفع وتقول لي قصدي دي اللي عنده عنده ايه ما تحط ده هنا وارطرف ده النحياني على قال لي ده حافز الحتة دي حتى برغم انه هو مساء ليل بس حافزها والمسلوس والزناري مصطفى زناري هو مش هتلاقيها الا في الحتة بتاعت القلب زي مبارح لما لعب كده هيعرف يوقف في الحتة دي يعرف يطلع بالدماغه يعرف يشتت يعرف يقطع يعرف يرائب واخد بالك عندما حتة البقرين دي مش بتاعته بطيء وبعدين انت بيتطلب في الطريقة دي انه يطلع ويعمل كروس ما بيعرفش يعمل كروس وبعدين في الارتداد من السريع بتقول لي مش عارب ايه وبعدين يلعب في مطش اللي هو قبل من نادي القالي بيلعب باتنين ديفندرات اللي هو كان عمر السيسي وروقه ويجي الشيط التاني يطلحهم الاتنين وينزل فتوح وينزل عمر جابر ايه يا بقى دا يقول ايه الكرة دي كما تشيل واحد طلع واحد ويسيب واحد معقولك كل الوقت ده هو معرفش التفاصيل والله معرف حاجة هي ماشية هي ماشية وبعدين مشكلة كمان نادي الزمالك لما كان بيكسب بيكسب ازاي برضو الفرق ما بترشي على نادي الزمالك هادي المشكلة عندنا في الدور المصري الفرق اللي بتلعب القالي الزمالك ما بيروحوش اي فرق اذاك لو كان في جراءة اكتر كانت مطشط تانية بغض النظر اكتر من كان النادي الزمالك يخسر الزمالك والاهلي يخسروا بس روح هو دلوقتي مثلا ماقولين لما الراح مبارح مش جاب جول بس كرة سابتة بغض النظر لا كانت كرة سابتة يعني برضو متتحسبش في انك بتلعب قول وتلقي اللغاتها من بيجيب جول ايه وجن فيوتشر اللي تلغى ماشي انت مش هتفضل قاعد ما كانك يعني قاعد الثمانتاشر بتاع يا حبيبي الاهل هيكسر الاهل هيكسر بس انا بقولك ايه ان انت لما هتروح هتهدف في الاهل وفي الزمالك ده القصد يعني ايامنا مثلا كانت الموضوع بيبقى صعب انت اخذ بالك يعني انت مثلا طول الموسم بيخش تمن تسع اهداف فيك ليه عندك نص ملعب كويس ودفنسك انما دلوقتي الكرة اختلفت تماما بس المشكلة بقى في الفرق اللي بتلعب الاهل والزمالك ما بيرروحوش ليه وانت لما فيوتش الراح جابجون لما المسبعيني الراح جابجون لما المولير الراح انت فاهمني فانت لو روحت مرتين تلاتة هجيب طالما ان انت بتروح زي فاركو خلا مبارح عني اه بالزبط كده فانا قصد ايه ما يبقاش انت عارف ان انت هتخسر في مطش الاهل والزمالك صح طب ما يبقاش خسارة وشكلك وحش خلي يبقى فين الدية في الملعب هو يهاجمك وانت تهاجم اه يكسب الاهل تلاتة اتنين تلاتة واحد انت وقت بالك يبقى فين الدية فيه كرة انما انت دايما قاعد عامل كده الاهل بيهاجم كده يبقى انت قاعد عامل كده او الزمالك ما بتعملش كده اللي قال ليه الاول طب ليه طب فين المدربين اللي شغالين طول الموسم انتو شغالين جنان على ايه هناك امكانيات مختلفة اللعبين اكبت يعني ده الامر الواقع كده الرضل يعني ده الامر الواقع انا دلوقتي كل اللعبين في النادي الاهلي انا بشوف كمان ان هما وانت بعض متلسانة كلتا ان حتى امكانيات لعيبة في النادي الاهلي اقوى وافضل من اللعبين حتى في افريق في الانديا في المغرب بس روح ما انا بقول لك هتخسر اه اخسر وانا شكل وحش وما بعددش نص الملعب والله اخسر طب ما ده اللي اثوري عامل وفي موتش الاهلي كده عامل ايه؟ عايزي هاجم وفاتح طب كان الشيط الاولاني فين راح راح الشيط الاولاني وللأسف واجه خصم قوي نازل يكسر يا حبيبي لا اما انت لو بص لو انت بالشكل ده يبقى مفروض ان الكرة تحت رجليك وفي رجليك طول لانك تحقط اتلعيب الكرة كلهم مثلا واخد بلد بس الماتشات دي منتتأس كده يا فاروق لعن الماتشات دي منتتأس كده الماتشات اهلي وزمالك دي بتبقى على غلطة لما انت نازل فاتح الملعب ويريد كل واحد له دور ويريد كل واحد حتى لما بيمسكوا الكرة بيبقى عارف هيعمل فيه ايه؟ كله كان تايه لان ده مش عارف يلعب فين ويده عارف فين وزيزو حط اي 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 انا بقولك اهو نضاي بيلعب باكله ويده بيلعب زيزو بيلعب جنب الديفندر وشكبالا بيلعب جنب زيزو طب انت هتهدم ازاي وهتروح ازاي والكلام عندما في المطشط دي انت لما بتلعب بتحط الهيكل صح وتقفل حتى لو انت وحش فانت بتبقى قارف المنافس حتى لو هو اقوى منك حتى لو هو اعلى منك بس انت واقف صح فهو عفيتك الصح دي بتخلي المنافس يبقى مش مركز لان عارف ان انت هيختركك ازاي وهيعد ازاي لانك انت واقف صح انما مش واقف صح زي المطش اللي فات ده كانت هتبقى فضيحة الشيطة اولاني لو ما كانتش الكرة جات في القائم افشا اه افشا ده بعدها بدي اتين بعد الجل اولان فانا بقولك انت الدنيا هت وفي درب الجزاء يعني انا برضو بستعجب لناس في يقولك لا ودرب الجزاء بتاعت الزمالك فيها مجاملة خلي بالك يعني بتاعت حسين الشحاط اقوى من بتاعت اه ديانج اه ديانج مع زيزو مع زيزو اه بنتكلم كورة يعني ما 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 نخافش من حد وما بيمناش حد انا بقولك في واحدة لحسين الشحاط لقى ضرب الجزاء بتاعت زيزو ومشكوك فيها بس الراجل جامل اللي اسمه البنة واخد بالك عشان يرايح دماغه ان كان عليه قلق قبل المطش والكلام ده وبعدين هقولك على حاجة لو لو أمش عارف البرضة جايبية الاعلي على فكرة بقى يوم الستم كان بيشتكي الكابتن بأني لا والبنا مال себя time مش على الكرة بتاعت على حسين الشحاط بشكل عم بقى هم بالكار وبعدين البرضة ده متنساش برضو ماهضاك برضو ضربة الجزاء بتاع الكهرباء بتاع الصوباء والدرب الراجل اسمه علي معلول بالقلم درب الراجل قدامه بالقلم والشناوي دخل درب بالشلوت وما كتبش في تقرير بقى برضو البنة اللي هو عندوكه كتير برضو يعني لأ أنا معاك آه ده هو كتب منك لأ أنا عصدي إيه خليك فيه أنا والله ما عصدي لا أهل ولا زمالك أنا فهم أنا فهم أنا بتكلم على يا عم تحكم بعضل ربنا طب انت ما حسبتش بتاعت حسان الشيحات في مطش السوبر التاني ليه لإن انت عارف مجامل في دي معين التانية واضحة حسان الشيحات مع علي جبر فاكرة أولا فاكرة يا كابتن أه وبعدين في واحدة الحمد فاتح ده قلب الوادي الكارتي صح؟ كارتي كان اسم الكارتي؟ كان الكارتي والدي الكارتي أه ويطلع واحد يقول لك لأ ده صدر الراجل هو اللي رايح لربة حمد فاتح يا جدعان يرحمونا لاجل بتحللوا بولان على إيه طيب خلاص إيه ده إيه دك لأ لأ حاجة جنن ده ده حكم دولي كمان ومحاضر هو وجهت نظره وجهت نظره إيه؟ هو وجهت نظره يا راجل ده راجل معنا سيه ثوابت حياة في التحكيم يعني ثوابت إيه يعني الزار أو أوطار ده حمد فاتح ده حمد فاتح اللي رايح مكمل فيه يا جدعان طب قول لك ناس زمالك وفي واحدة كان بتاعت محمد شريف برضو فاكر؟ مش ده برضو كان البنى؟ انت بتنساش حاجة خالص؟ لأ أنا أنا قصدي إدي يعني هو مثلا عشان غلط في دي تبعثوا فيه جواب مالوا كتير عندوك طرد اتنين طرد ايه مش صحوحة يا كابتن؟ مش طرد صحيح؟ لا يعني شنوه يضطرد وعلم علول ما يضطرد لو كانوا غلطوا كان لازم يضطرده وانا معاك على فكرة اينا اقولت ازاي شنوه يعمل كده؟ لا وعلم علول ده سفخ الودقلم شفت انت في فيلم اسمه ايه؟ سفخ؟ سفخه شفت انت فيلم في بيتنا رجل ايه شفت رشد اوباظ الله ارحمه لما دخل بيقوله وقام جاي ميديله بالقلم على سهل لو انت مسؤول في نادي الزمالك دهات يا كابتن عشان ترجع ترجع الزمالك تبتل تشتغل ازاي تعمل ايه؟ الادارة تمشي احنا منعرفش يطلع يقولك انا مش معزول ولا معزول يا عم مشهوه بقى ارحمونا ارحمونا عشان نادي الزمالك يفوق اعرى عايزيني اعدو اعدوه وتمشوه مشوه نا عايز رأيك انت ما انا بقولك اه ادارة تمشي ام بسوه مش؟ يعني الادارة رأي اصلا الادارة مشت فين ماشي فيه؟ يا رئيس لجنة الاشتراكات يا بابا ايوه لجنة الاشتراكات يعني بتاعت ال ال بتاعت الاعضاء ايوه يعني ايوه يعني والله احنا بنهرك اكسم بجلالة الله بنهرك لازم فيه تدخل من الدولة للوزير الاشتراك لازم فيه حد فيه حد للكلام ده يعني هو لما يجي يكلم يعني لسه بيتكلم بيقولك انتو بتسألوني ليه وانا معزول المن surgeon المن اللي بي حصل دا هو مين اللي جابه اللاعبه هو مين اللي جابه المدرب هو قرئيس ناديnn عنده ناس مسؤولين جول نادي لعام داال فركش اللاجنة الفنية شان انهما بيطلع خلد الغندور يتكلم بيطلع ميد وكان بيتكلم قال لك فركشت اللاجنة عشان ما يجيوش سيرت إن نول عشان ما بيجيوش سيرت ايه؟ إن نول مش عارف انتو قصدق انا ميدي بعد الباصل اقول الننوس يا ابن اللي هو المش في العال حشان ما بقاش يتقال اسمه ميدي اللي متصدر في الموضوع وخالد الغندور قالك لا فاركشت اللجنة قبلها قالك ايه اللجنة هي اللي جابت اسوريو واخت بالك اول ما كسب مطشين قالك لا ده الننوس اللي جاب اسوريو مش اللجنة بس ميدي موجودة كابتن مكمل يعني والله العظيم والله العظيم يعني ايوه يعني انت رقم واحد عندك الادارة طبعا هو ايه اللي منجح النادي له ايوه ده ترقم سنين كابتن من استقرار الادارات سنين طويلة واحترام حاجات كتير جدا السنة اللي فاتت كابتن مفيش ادارة لاندي هالي خسر يعني دوري هو انا هكسب كل حاجة كل سنة اه طبعا بالعبال اللي عندك دي تكسب وبجماهيرك تكسب بي حد بس انا اخدت اتنين افريقيا قصرت الدوري بس مفروض انت احسن فرقة في افريقيا يبقى لك خمس سنين تمام مفروض مفيش بطولة يجليك مممم الموอก ولما تجليك بطولة يبقى في خلل في cin профессszyst لا ادارة ابنizing اللي انا انا بالعبالة لوحدا بطل اه كان السبب. ليه? لان قبل ما تروح عمل شوشرة وهيأ اللعيبة ان احنا قسرنا البطولة. ايه بس هو فعلا يا كابتن كان فيه مشكلة كبيرة ان النادي الاهلي هيروح يلعب ماتش واحد في المغرب. انسحك. انت بتحسب حسابات تانية. لا ما بحسبهاش. لا هو بتتحسب حسابات تانية. لا انت كده بص. انت بمنتهى السؤولة وتقول انسحك. ايه بسمعني لا لا بمنتهى السؤولة ليه بقى. بمنتهى السؤولة ليه بقى. لكن الموضوع في حسابات تانية. لا يا حبيبي انت عارف ان هي ماتش مباراة واحدة وفي المغرب. انت عارف من الاول. ما اعتردتش ليه. عشان هي في الاول غلطة تحققها. لا ان انت ما كنتش واثق ان انت توصل للمباراة الناهائية. لما وصلت المباراة الناهائية قلت لا. وهيأت لعب. بص يا فاروق. انت راح للبطولة الاخيرة دي الماتش الاخيرة وقدام الوداد برضو. صح? صح. انت هنا كسبان اتنين واحد ودخل في الجون هناك. انت برى البطولة ولا لا. تمام. بس انت هنا مهيأ اللعيبة ان احنا هنروح ناخد الكاس وهيجي. ده الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت. ايه عشان ما كامل. حجة اسمع لا ما تقولش بص. ما تقولش بص. نظام البطولة المرة دي واضح من البداية. يا حبيبي لا. هم عايلينا عشان كورونا بص يا حبيبي. ما انت السنة اللي قابليها لقيمت ماتش واحد. السنة اللي قابليها بتاع ماتش الاهل والزمالك. طبيع يا كابتن. انا دلوقتي فرقتين من نفس من بلدين مختلفين. طب ما كانت هتبت. اه وصلوا النهائي. الطبيعي ان انا ملائل. خلاص انا كنت مقرر ان ماتش النهائي خلاص في المغرب. وصل الفريق من المغرب لا. انا اتحاد افريقي. دي لما انت لما وصلت. احولها. بس انا بس. لما الاهل والزمالك واصلوا. المكان مناس. لا لو ما كانش الاهل والزمالك واصلوا وكان هتلعب هنا برده في الكاهيرة. اي فرقة منهم كانت واصلك. مالذات الموضوح حالوة ان الاهل والزمالك واصل. أهب مش كمعديش مش كني. لا انا بقولك لو الاهل موصلش او الزمالك ما وصلش. كان انهاء هنا في الكاهيرة. السنة الليه كان فيها الاهل والزمالك والسنة. 20-20 اه. فانت بص انا ملي ايش دعوة بالكلام ده. انا لي اننا ان انا النادي الاهلي اقوى فرقب افريقيا. العب بره العب جوه. انا ما يفرقش معايا. انا اروح اخد الكاس واجي. زي ما انت روح. في عوامل يا كابتن. مفيش عوامل. انت بص ما تعلقش الشماعة وتقول لي عوامل. مع انت. السنة ده صعب من السنة اللي فاتت. تمام. والمصحف اصعب من السنة اللي تاتت. باتفي معايا. ان الوداد كمان مش بنفس خوة الوداد ده السنة. واخد بلد. وبعدين ده انت المشكلة ان انت السنة اللي فاتت ما روحتش خالص يا فاروق. ما روحتش اللي بفرصة في اخر المطش. فرصة في اخر المطش. فاكرة ولا مش فاكرة. اللي هي دربكة ومعرفش ايه وشريف حطها ورجعت معرفة. دي. انما انت السنة دي. لأ عندك. انت مضايع هنا تاتربع. وهم مضايعين تاتربع فرص واخد بالك. وروحت هناك. انت بعد ما جبت الجول. شريف مضيع ومش عافس الشحات مضيع ومش عارف. انت فاهمني. فانت رايح تاخدوا البطولة. ده ما انت رايح مهيق لعبتك السنة اللي قابليها. ان احنا خسرنا البطولة. عشان كده لعبة الاهلي. ما كانتش هي لعبة الاهلي بتاعت السنة دي. انا بقولك السنة دي اصعب من السنة اللي فاتت. اقسم بالله السنة دي اصعب من السنة اللي فاتت. على الجون اللي جابون هنا وبعدين راحوا مجابون لك جون في اول نص ساعة فالدنيا ده الليمت واخد بلد بس الودات حتى هو مراحش أصلا غير بكرة السد بغد نظم هو جاب جون خلاص هو فاكر أنت ماتش السفاكس برضه لما جاب الجون هنا وقال لك خلاص أنا هقفل والكلام ده وأنا كده كده واخد الجلف الدين الأخير أنت فاهمني فأنا بقول لك إيه لا النادي الآلي الفترة الأخيرة دي من خمس سنين ياخد أي بطولة بره وجوه دوري الدوري السنة اللي فاتت ميليم دا يا عم ما مسماني ليه لأن أصلا كان فيه ماتشات مؤجلة برضه عايز أقول للناس اللي هي كان بتطلع دلوقتي بتقول لك إيه لأ أصلي النادي الآلي متأجله تم انت كان متأجله السنة اللي فاتت وانت بتكسب عشان انت بتكسب كنت بتحط ضغط عليه انما انت السنة دي انت بتخسر أو بتتعادل واخد بالك والنادي الآلي متأجله ونفس السنة دي نفس السنة عشان الناس اللي بتقول لك إيه لا 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 أصلي مش لا هو كان في السنة اللي فاتت متأجل ولما جنا دي الاهل يلعب المطشط المؤجلة وقع فانت خدت دوري ليه لانك انت كنت بتلعب والفرق بيوسع بيوسع والاهل ما بيلعبش صحيح فلما الاهل لعب وبدأ بقى يلعب كل 3 اربعة ايام مطش فيتعادل مرة يخسر مرة اجهاد لانا ضغط مجرد بقى وانت ما اجل ليه عشان ما تقول ليش اجهاد عشان دي ما تبقاش حجة وشماعة مهان بص الاجهاد لو انت بتلعب هنا وبتلعب هنا مفيش مطشط بتلعجل يبقى في الحالة دي يبقى في اجهاد ده ما انت بتأجلك مطشط لما تيجي تلعب مطشطك وتقول لي جاد ده نضرب بمغي في الحي اما المطشط متأجل لك ليه عشان ان حضرتك في افريقيا تبقى مركز وتجيب لنا افريقيا وبعد كده تيجي تلعب مطشطك انت بقى الناس ايه لما بيتعادل زي مطش فيوتشر كده انت لقى لك الاجهاد شمعها بسرعة الراجل كولر قالك الاجهاد لا 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 في المؤتمر وقالك انا لعيدة اللعيبة كلهم بنفس الشكل ونفس الوقت في المطش ده قالك في اجهاد المطشط ضغطة ايه وتصريحاتها تختلف من مرة لمرة كده اه طالما تعادل بص طالما تعادل هو حجاجي هيطلع يقول لك فلان وفلان وفلان يعني المطش الاسماعيلي كمان اللي بعد فيوتشر ده لو كانت عادله وقسم بالله كانت لقى قالك الجماهير مش قاعدة صح ومجلس الادارة ما بيساعدنيش الراجل واخد افريقيا واخد بص اي حد اي حد هياخد بص والله العظيم والله وهنفضل نقولها بالمنظومة بتاعة الناديد الالي دي اي حد ينسك الناديد ايه بتساعد طبعا بتساعد اكتب لا بتساعد لا بتساعد بكوة ولا بيدور ولا بيدور ويسيبك من الاوانطة دي هي اللعيبة كلها اللي شد اسمع اللعيبة شدت بعد مرتاح فاكر السنة اللي فاتت هو لو جيف السنة اللي فاتت قرار الادارة يعني اصدق اه لو جيف السنة اللي فاتت اكسم بالله ما يجيب ثلاثة بونط على حالة اللعيبة لكن كده موسيماني عمل انجازي يعني اصدق انجازي موسيماني هو اللي وقع اللعيبة دي اللي جبع دي مين سوارش فيحاول الله ينفق في اللعيبة اللعبة مش قادرة يحاول اعماله الدوم اجازة ليه فهي كان قرار حكيم من مجلس ادارة النادي الاهلي اني لازم رايح بدليل ان ساعتها كان انت واحد من الناس كنت بتقولك عشر لعيبة لازم من المسلم اللي جاي حصل معايا في حلقة هنا صح فقلتلك لا اللعيبة دي طالما ارتاح وبدليل ان النادي الاهلي السنة دي ما جافش غير حاجات بسيطة ومعينة وياريته با كان جابه ايه اللي في الاولانية اللي في الصيف قصد اه اللي في الصيف والتانية لا الشيطة ليه جاب مرورة اعطيها يعني بسمعه ان شاء الله ما اللقاء ايه دراقها مواحد دلوقتي ده فيه هو مرورة اعطيها امام عشور هاي رايحنا مني هو امام عشور خلاص ها لأ ما انا بقولك لو خلص هي مش هتسر لانك معلومة بحاجة انا عارف ان انت ايه لانك معلومة بحاجة لا لسه الله ايه ايه لنسا الله هقولك دي يعني اللي جاي انترو ما هي اتأخرت عشان حاجات تانية كده دخلت الموضوع اللي انا قلت عارف الانترو انا قلت ان امام امام عنده غرمات لا 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 لانه بقاله شهرين موجودة هنا في مصر لا انا معرفش دي دي ما معرفهاش طب انت عارف ايه هبقولك بعدها بس ايه كما تقول ما احنا مع بعض اهو لا ما مش هينفع دلوقتي ايه لا هبقولك بعد الحلقة اهو الله هقولك بعد الحلقة لان لسه حاجة يعني فلوس يعني مثلا فلوس النادي هنا مش قادر يدفعها الاهلي ولا اللي هناك طالبين زيادة هقولك اهو ما ربا قولك هو بس اهلك هقولك بقى هبا قولك طب خلاص الاهل اتفق مع نادي لدينمارك ياه؟ لا لسه لسه معقولك؟ في خلاف على كمة الصفقة يعني ايه في خلاف يعني اصدخ على كمة الصفقة مبلغ على المبلغ طيب اسمح نطلع الفاصل فاطل ونرجع وتقول لي طيب هقولك في الفاصل طيب وانا اقول بقى لا 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 عشان بس لو في حاجة ما يتنزيش فيها اللي اعلم طيب نطلع على فاصل مكامل مع كابتر رضا عبدالعال بعد الفاصل طيب راجعين مع كابتر رضا انا بقولك امام دلوقتي موجود بوا النادي الاهلي الامور يعني بيستعدوا لتقديم الصفقة الناس بقى مستغربة كابتر رضا بيقول كده ليه؟ ده حقيقي يعني اوه اوه مفروض كان اعلنه امتى قبل ماتش الزمالك قبل ماتش الزمالك هو الطبيعي بعد ما المسي منطه لا 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 اصدقى ده مش هنا طبع اي نادي اوه نادي من بره وكانوا اعلنه كمان عشان يوقعهم عنوياك كمان جماهير الزمالك ولعيبت الزمالك اوه طب ما ده حلو الفكر الفكر ده اوه بس هي اللي انا بقولك عليه ده اللي اجلته شوي اوه مش الاصابة يعني؟ لا 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 اصابة ايه؟ الاصابة ده شد في الخلفية ولا مزء في الخلفية عادي يعني مش شربات صليبiyim ولا ضروف ولا وطر اقيلة هناك الاصابة فدي عادي ايه نادي عادي بس هي المشكله في اللي انا قلت holding ده فلسه فيه مفاوضات فى مفاوضات فى الجنب المادي اه لسه وصلوا لل switch اللعب مع اللعب خلاص المتفق عليه لأ سبك من اللعب اللعب اي حاجة النادي قال اي اينيك يقولاه有EM خلاص وخده ومدته فى كل حاجة بس هي المشكله هناك اه متلم لما انت بتشوف امام عشور قابل الصفر وقولك انا مش هرجع غير على الزمالك بتشوف ان دي غلطة اللاعب ولا غلطة النادي اللي مفروض كان هو قال ان انا هرجع عليه ومعرفش اجيبه النادي مش عايزه نادي الزمالك مش عايزه مش نادي الزمالك الموجود هو اللي مش عايزه مين الموجود؟ عبو العام اه ايه مشكلة ايه اللي حصل ما فيش حاجة حصلت هو قطار ما اي حد يجيب سير الننوس ولا التاني يقلب عليه حتى لو رمز من رموز النادي حتى لو هو بيحبه حتى لو هو كان واحد معاه في الازمة مالوش عزيز فطالما مالوش عزيز يبقى خلاص بقى اخد بالك احنا بنكلمه للصح انا يعني هو اتعرض علي ان اشتغل في قناة الازمة و بقولها لك عالمال اه هو هو العقلي و انا اقول له لا اخد بالك اه كذا مرة يتعرض علي ان انا واسأل اسلام واسأل استاذ هاب جلال يعني اخر مرة هم اتوسطوا ان انا اقول لهم لا ما ينفعش حتى ما اعملنا مدخلة اخد بالك فهي المشكلة كلها ان هو مالوش عزيز طالما انت جيت حد من اولاده و يبقى خلاص هم مع ما يطلع يهبر فيك و يطلع لا احنا مش لا بلا شغالين عندك بتكلم لمصلحة النادي اللي مصلحته هو قبل مصلحة النادي هم يعني كان اللي مصلحته هو قبل مصلحة النادي اخد بالك فهو باودني و بيسمع كلام ناس هي المغرقاء و هي المضيعاء والناس دي ايام ما هو كان في الازمة الاولانية اكسم بالله كله بعيد عنه ولا كان بيكلموه ولا بيحد بيسأل عنه اخد بالك واحنا كنا هنا بنتكلم عنه برغم ان كان بيجينا تحذيرات وفي ناس تخشينا تقول لنا ما تجيبش سريد كذا و كنا بنقول هنا بما يرضي الله و مش عايزين منه حاجة المشكلة مش عايزين عايزين استقرار لنادي الزمالك بس اتطلحنا هو ما بعملش استقرار لنادي الزمالك ده هو استقرار لنافسه وللااا الاولاد انما استقرار ولا في جميع ونادي الزمالك ده اللي عرفته مؤخرا بقى وبعدين كذا مرة نتكلم في حتة ان اللعيبة اللي جات دي انتوا بتقولوا ان الراجل هو اللي جايبها طب تطلع لنا بيقولوا عاملين مذكرة لكل لعيب جه والراجل ماضي عليها طب دل عقولنا مذكرة نعرف عشان بس ما نبقاش بنتكلم كلام في الهوى هم فهوة لا تلق حاجة ولا بتاع واتضح ان النص هو اللي بيعمل كل حاجة اللي بيجيبه يمشي ويقعد ودي حاجة تانية حاجة انت بتقول لي على امام عشور انت دلوقتي ديانج بقاله كم سنة عايز يمشي ترى سنتين صح ده بمجرد قال له امشي اجيبه واقعده واقوله طب اقعد بالنبي النادي كان محتاج فلوس طيب حل وقوي واحد واحدة معك محتاج فلوس محتاج فلوس عشان اجيب ايه لعيبة تانية صح او تزديد غرامة ماليش دعوة او مستحقات في النادي انا مالي يا حبيبي لا 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 بص كل الحاجات دي هو مسئول يجيبها كرئيس نادي انا بتكلم دلوقتي انا هبيع محمد فاروق عشان هجيب اتنين لعيبة تلاتة لعيبة احسن من محمد فاروق فالفلوس اللي اخدها دي هجيب بيها اتنين لعيبة عشان اسكت الجماهير اللي هي هتهيج عشان لا ما ماشي فانا لما اقول ان انا هجيب فاروق وهجيب رضا وهجيب مش عارف ايه واجيبهم يبقى في الحالة دي محدش هيفكر في مين في امام تمام يمشي ولا يقعد يبقى انت بتبيعه عشان تجيب مكانه الافضل منه زي ما بعت حمد فتحي بتقول ان فيه سابقة امام جاية مسا صح كده تمام هو ده الكلام انت بعته راحت فين الفلوس جبت مين ما جبتش حد لا يبقى هنا بقى في حساب واعقاب ايه بس امام اتباع في يناير يا حبيبي ماشي مع انا هجيب انا هجيب مع شرح ملحقتش يا حبيبي من دلوقتي امض من انت مضم في يناير ام مع كبرة عمل في يناير وقلني هنا الكلام ده مض حد تاني سيبك من امام مض حد تاني تالت ام واخد بالك ام دي حاجة تاني حاجة هو انا اسمع كلام اللعب طالما اني فيه عقدة حتى لو ست شهور لا يكمل ست شهور وبعد كده يمشي مع انك انا اسمع انها سنة ونص مش ست شهور واخد بالك لا اسمع دي لا هو هل ست شهور وناد زمالك قالك الحق بص احنا ما بنصدقش حد لاني بص انا دلوقتي لما انا بقولك اهو عقد امام ست شهور انت شفته شفت الورقة انا بطلع اهو كل مرة اقولك ايه ادي الشي كله واخده منضوع عباس ورقة فاضية يعني لا اي ورقة بس انت شايفها ايه فانا بطلع اقولك ايه ده ده الشيك اللي خده منضوع عباس طب منضوع عباس ما كل احترام طبعه لستاذ منضوع عباس لما هو خد الشيك ده هرفع به تاني ليه مم بديني عقلق احنا مش في دولة قانون لما انا الراجل اصرف له الشيك ويجي يقول لي حاجة تاني واخد بالك لا ده انا نفس الشيك واخد بالك لا ده انا احبش ولا ده غلط ايه بس برضو هي صفقة نزمة لك اه يعني استفدت منها مديا ايه استفدت مديا بس انت عملت بيها ايه مهانا دلوقتي يا فاروق انا زي ما الناس بتقول بيفضل فرقة لما انا هتحاقت مع اتنين لعيبة كويسين في مصر هنا بفلوس امام عشور يبقى انا عملت ايه عوضت رياب امام عشور يبقى كده ما حد شده رفتح بقه انا مشيته اهو ولا هو عزمشي جبتلكه اتنين مكانه حد يقدر رفتح بقه زي ما انت بتقول لهو حمد فتحي ماشي التفكير بقى في مين في امام عشور لا وكان في خطة ان انا في بوبو في ضعيبة تانية لا انا بكلمك على المكان بوبو مش مكان امام مش حمد فتحي انت فاهمني فانا جبت وعشان كده يعني انت حطيت الفلوس اللي انت خدتها من حمد فتحي في مكانها انت بقى خدت الفلوس جبت مين ما جبتش حد دي رقم واحد رقم اتنين طلع من فترة من كم يوم كده وقالك ايه المدير الفني واخد فلوسه النهاردة شايف له فيديو بيقولك الراجل بقى له شهرين ما باخدش الفلوس طب نصدق مين ونكذب مين يعني احنا مش عارفين بقى بجد يعني هنعمل ايه الراجل خد فلوسه ولا ما خدش فلوسه بغض النظر بقى عن مستوى اللعيبة كابتن يعني اكيد لازم يكون عندها الحالة اللي انت شايفها دي ايه يا عامل ادارة بس مش فيه الكابتن التاريخي المصر في كرة اليد احمد الاحمر مش كتب مرة على صفحته زهقنا كده كان يقصد مين بقول لان انا بيقصد ده ده مين ده مين ما انت حقر لا اقول لي ده مين اسمه ابو لما ليه بقى لان يطلع يقول كلام وبعدها بيومين تلاتة ما فيش حاجة بتتحقق هو الانجاز دلوقتي قبض العمال والموظفين ده الانجاز التاريخي له طيب يعني اتكلم بقى بجد بقى بصراحة اي قضية او اي مشحنات او اي خلافات دخلها سواء في التحاد الكرة او مع النادي الاهلي او مع اي حد خسرها قاتلي مرة كده كسب حاجة يعني مثلا مرة ماتش الاتوبيس اه اللي كان مطر اتخصم منه اللي كان مطر اه اتخصم منه ولا ما تخصمش منه ماتش احمد سامي ماتش مرة حرس الحدود بلاش مع كل احترام لي فيوتشر فيوتشر تعلم علي وتاخد مني اتنين لعيبنا ممضيهم مهند لاشين وعمر كمال عبدالوحد لا بس عشان اتقيت كان موقوف ماليش دعوة يعني عمر كان عشان اتقيت مأمن نفسك يا عبا مم يروحوا السنة دي يجو لك السنة الجاية مم بس مش هما اللي عملوا العقد خلي بالك مال مين اللي عمل ماليش دعوة مع عقل اتذكر يعني حاجة زي كده عملوا العقد ما عملوش العقد بس هو جيه في تاريخه مم مم مفيش مرة دخل في مشحنات وخلافات وعملها النادي الزماني ما انا بقولك اهو ثلاث مطشات حرس الحدود ومطش النادي الالي ومطش اه المقصة صح طب فين حامل حمى بقى فين بقى الاسد فين بقى السيف والدرع ولا الدرع والسيف مم اما احنا جايبينك عشان او ان احنا كلنا توسمنا خير ان انت كجمير الزماني ان انت بتدفع عن الحق خلي بالك فيه ناس دلوقتي يقولوا كابتن الرضا ديش معنى دلوقتي ما خلاق يعني كان ما كمل اول كان يقولك كلام ده كمل اول ايه يعني لان كان ما اتحق علي بتاعترف يعني اه طبعا للمعلومات اللي كان بتجيلي كان كلها دي حكى عن دول طيب عشان اروح للمنطقة تانية يعني في الوقت المتفاضل الفاضل بين لنا كابتن اه عايز اسألك على الفرق اللي نزلت الحقيقة غزل المحلة والاخرص غزل المحلة واسوان يعني احرص حدودك من بدري دي الادارات شوية ادارات اه ام اولا اسوان ابس كان ماشيين كويس او كابتن ايه اسوان من يوم مطش البنك الاهلي بس ده انا عزورهم فيه ام ان هما يلعبوا المطش بتاع البنك الاهلي عندهم عشان السفر والفلوس والامكانيات والكلام ده هو ده كان سبب الخراب ام لما يجوموا لعبوا هنا في مصر البنك الاهلي وخدوا يعني وافقوا ان هما يجي يلعبوا هنا ده كان بداية الخراب نادي المحلة غزل المحلة ده يشيلوا مجلس الادارة قلبا وقالبا ليه لانك انت اه كان اسمه ايه عبدالبائي جمال عبائي ولا عبائي جمال ولا مدير الفن ام عبدالبائي جمال عبدالبائي جمال كان ماشي كويس انت مشيته ليه ام طب طالما مشيته هات خالد عيد كان هو اه رضش حتى ميسك كان مباراة حوالي ستة او سبعة ستة ماتشات سبعة ستة ستة كسب كان ماتش ولا ماتش ولا ماتش خسر كان ماتش ام تقريبا ماتش واحدة اتعادل ماتشات خمسة تقريبا اتعادل خمس ماتشات لا اتعادل ماتشين وخسر البائي يعني على حسب ما تذكر وقت دلك طب انت ما ليه ما جبتش خالد عيد اللي هو قريب من اللعيبة وقريب من الجماعير قبل رضا يا عزك اه طالما مشيت عبدالباق جمال اللي هو كان ماشي كويس قوي وكان على الاقل مقدم كرة كويسة قوي واخد بالك وكان بيخسر ويبقى ند وكسبلك الزمالك فاكر طب ماشيته بونان على ايه طب عشان ماشيه لازم يجيب اعلى منه انت روحت جبت كابت الرضا مع كل احترام بقاله فترة برا بعيدة عن البساط وما يعرفش بصراحة يعني غازل المحلة ده ليه تركيبة فيه دهليس كده معاينة ليه تركيبة ماينفعش الاولاده وفي الظروف دي لو جابه خالد عيد اعطاكد انه ما كانش عظيم اسماعليه جابت اههه بص اسماعليه دي حمزة الجمل انا اسف اسماعليه دي اللي يشيل اللي دي من اول الاخرة كان رئيس النادي يحيا الكومر يحيا الكومر ليه لان السنة اللي فاتت حمزة جي وعمل وانجز وقعد الفرقة والكلام ده ماشيته بونان على ايه تختلف تبطفك انت ماشيته بونان على ايه طيب لما جت جيب لعيبة جبتها بونان على ايه تمام هو مش مفروض المدير الفني اللي بيجيب مم وهو اللي بقولك انا عايز ده هو ماشي حمزة الجمل عشان لانه ما كانش مهوده في كذا العيب وبعدين يحيا اللي مهاند الزيحك قدم السالة ومشي وسامت الدنيا غير هذا وفلوس من هنا على اللعيبة المشترفة مهدينات كبيرة مهدينة والمدربين اللي هو اجابهم واخد بالك وبعد كده جابوا حمزة الجمل تاني فانا مفروض بعد اللي حصل ده لازم يبقى فيه تكاتف من كل الناس الكبيرة في اسماعيلية اني النادي الاسماعيلي ما يحصلوش الكلام ده لاني بقى له تلات سنين دلوقتي بيصارع بجد من اجل الهبوط والتالتة تبتا طبعا فانت لازم تخلي بالك لان نادي الاسماعيلي نادي كبير اه وحرام ان احنا كنا بنتعز فو برضو الواجه مشكلة كدت ان الفلوس والامور المالية والمديونات اللي عليه كبيرة وعدم موجود ادارة دلوقتي ابعا لسه منتظرين الانتخابات لا ما هو بقى بص يعني نرجع تاني ونقول حد من رجال الاعمال هنا بقى لازم حد من رجال الاعمال مه يجي بقى ويجي خلينا اسألك على النهاردة الاتحاد ويقرر التواجيه الشكر لزورانا كدتا هل ده قرار صحيح؟ يعني رجل اه عمل شغل برضو السنة وعمل شغل بس هي المشكلة ان الاخر 8 مطشيطة اللي هي 9 مطشيطة خسرهم كلهم كاس مصر والربطة ومطشيطة الدورة كلها بس انا 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 شايف ان نادي الاتحاد زي ما قولنا السنة اللي فاتت لما ماشى برضو حسن حسن والكلام ده طب ده الراجل هي ممكن ممكن عشان الماديات فممكن يكونوا مشهون لا هو كمان عشان بس الخسارة اللي كان حصلت ساعة لما كمان الحاج محمد مشي فاكر انت الوقت ده حصل اتهزر الفريق وخسره في الوقت ده ايوم هي ماشي الحاج محمد عمل دربة بس انا بقولك ممكن يكون دلوقتي بس انت دلوقتي كنادي الاتحاد انت بعيد عن الهبوط وبيد عن المعمعة بتاعة الهبوط وفي نفس الوقت قريب قوي لا لا كان عنده فرصة معلش انت الهزة بتاعة الحاج محمد دي هي اللي هزت النادي كله حتى خسره كمان في السلة باين والكلام ده كان السوبر اه اه فانا بقولك ايه لا يعني برضو انت لما بتلاقي دهرك ومش موجود فانت بتحس بخلل فتحس كده ان الموضوع ايه مالوش امان فانا بقولك هو لو من ناحية المادية اعتقد ان هو ما بياخدش كتير زي المدربين اللي هو بيجي الاهل والزمالك بس هو الراجل كان عامل شغل من بداية الموسى صحيح فانا انا لو عايز استقرار كنت سيبه السنة دي مين من ان ده كابتن اللي صعدت السنة دي؟ شايفها ممكن تكمل لا لا بص كل الكلام ده ولا البلدية بص يا فاروق كل الكلام ده لما كل واحد يهلن عن قيمته ناديين شعبيين هم نزلوا وفي يعني ناديين تلاتة بقى البلدية يعني تعتبر نادي جماهيري خلاص بمعن لا البلدية بس النمى الجونة الجونة وزد الجونة وزد نادي شعبية اه اه تتفرج بس او نستنى ونصبر نشوف ده هيجيب اللاعب يعملين الجانب المادي كانت ما هو ده اللي برضو يخليك تقدر طيب اعتقد اعتقد ان البلدية مش هيقبت قود سنة هم يعني ان مصطفى الشامي ومعنز مصطفى الشامي انا عارف ان هو دلوقتي فيه اجتماعات ومش هيجيب اي لعيبة خلي بالك لان هو وفاقن في القرى قوي هم فانا مش خايف على البلدية السنة تي هم يعني مش اخاف عليها لان هو واعي جدا وبعدين لما اشتغل لوحده كمان هاي لان ده امل جماهير البلدية من زمان ان هم في وجود المحنز مصطفى لاما انت المغنز مصطفى نعم نعم الجونة وزد ده بقى يتوقف على الدخ المالى هم انت تعرف السنة الجاية الجونة وزد تعارف ان هما مغاد عام يعني لأول مرة ان يبقى فيه اثنين اخوات عندهم ناديين موجودين في الدول الممتاز زي الفل عسامو وبريد توقف يعني اول مرة في تاريخ الدور تقريبا يبقى عندك ناديين يملك هم اتنين اخوات بيلعبوا في الدور المتابع بس اعزنهم بقى ان اتنين لما يلعبوا بقى يعني محدش يسيب لحد وهم محدش يلعب لصالح المهند السميع سوريوس يعني شفت حرس الحدود السنة دي انا بحي صحيح مكي خصوصا في مارش غز المحل غز نقل كل ما تشاطه على فكرة يعني طبعا هو لما تولى المسؤولية من بعد احمد ايوب لا راجل عامل شغله خلي بالك وقال لكم سعادهم هنا برضو التفكير يعني يعني مع كل احترام طبعا لا احمد ايوب هو مدرب بس انا يعني احمد ايوب بقى له فترة مش في التدريب خلي بالك وانا مصعد الفرقة وبعدين قريب اوي من اللعيبة بقى انا مصعد الفرقة قريب اوي من اللعيبة ففي حاجات حتى لو هي مش فنية هتبقى من ناحية الحب والتجانس والعشرة اللي هون مكتب فده فرق في الماتشاط الاخيرة والراجل بيلعب لاخر لحظة ومش فرق معاه يعني هو اللي خلي ما حلا ينزل ومش ومرماش الفوت وكسب قبل مش عارف كسب برضو فرقة كبيرة قريب برضو قبل الماتش بتاع المحالة ها يعني فده قبل ما كانش يكمل من وبعد كده لما يقع نجيب له مدرب يبقى معاه برضو يعني انت بقيمني هو التكريم ان انت صعدت الفرقة يعني انا برضو اللي عجبني في مصطفى الشامي ان هو متمسك اوه باحمد رعوف واخد بالك شوف الايام هتعمل ايه ما يمكن يكسر الدنيا في الدورة الممتاز ويبقى انت كسبت مدرب جديد والبلدية كسبت مدرب جديد واخد بالك يبقى خلاص لو طالما ده كسب يبقى انت او ماشي كويس طب ما انت بقولك ده مكسب للكورة المصرية لان احنا بالامانة ما عندناش مدربين وبعدين يعني الماتشات كلها اللي انا اتفرجت عليها وصادفت اتفرجتها على البلدية انا رح طالهم ماتش السنة دي على فكرة بيلعب بطريقة هجومية احنا محتاجين المدربين دول صحيح اللي هو عنده الجراءة عنده عنده فكر والفكر بيطبقه على لعبته او بيدي اللعبته لعبته بيطبقه في الملعب فبيكسب بيبقى دايما اللي له الكلمة العليا في حتة اللي هو الهجوم اه ممكن ما تشوفوش في الدورة الممتاز في ماتشات بس هو انا بقولك مدرب كويس فدي من الحاجات اللي هي باستاني قوي اني الراجل بيدوله الفرصة ليه عنده ما تعملش كده ما احنا رحنا بنجيب كل المدربين اللي هم بيهبطوا وينزلوا ويعودوا يهبطوا وياخدوا فلوس قد كده وماش بناش بقالهم 30 سنة وماش بناش منهم جديد طيب فقرة نمبر وانا كانت انا خيرا لنوقتنا بينتهي افضل لعب في مبارات الاهر المقاولين تفرجت عليها الاول؟ لا كنت بتفرج يا عم على ماتش التبس على فكرة دي رايتي احنا كان فيه سلتا فيجو بيلاعب نادي الناصر ماتش ودي خسره سلتا فيجو ده مش بتاع اسبانيا اسبانيا طيب لا بص انت بقى تقولي الكلام ده لو في الدوري في السعودي لو في الدوري الاماراتي انا مكن نقول اه انما في الدوري خليك خلي بالك الفرق دي بتتعلم من الفرق اللي هي الاسبانية طبعا طبعا والانجليزية والكلام ده تجارب دي كما تقدرش تقولي مين افضل واحد لا افشا انا شوفت له السرول اللي هو عامل اه افشا طيب طيب في الزمالك ماتش الزمالك سيف تيري ولا سيد نمار ولا جيفرسون هم كانوا افضل لعبين في المباراة اللي جاب الجنين سيف تيري اه سيف تيري سيف الدين الجزيرة طيب افضل لا في الزمالك الموسم ده زيزو احمد فتحش كباره لا زيزو طبعا فتح لسه لعب قريب بعد المشكلة بتاعت ماشي افضل لا في الاهل الموسم ده شحات ولا منعم ولا بيرس تاو التلاتة ديني واحد طيب افضلهم ايه التلاتة التلاتة ليه اه لان كل واحد بيشيل ماتش يعني عشان ما تظلمش حد فهه طيب افضل مدرب في الدوري بقى التلاتة باي قدامك باتشيكو كولر عالمه مش هقول كولر خلي بالك ولا هقولي التاني باتشيكو ده ليه بتقولي الحقيقة قولي الحقيقة ليه انا مش مقتنع بيها طب انا اقول حاجة ما حاجة لعب الاختناع واحد تاخد دوري واخد افضلها ما ياخد ان شاء الله ياخد كاسة العلم لعندية انا مش مقتنع بفكره متش مقتنع ب حالاتك twelve والله ما بيعرفش غير والله ما بيعرفي غير يا راجلrence انتا بقولك في ماتش اخرا ماتش القلب كنت مش هشان العند تقول ناج اخوي الحديثة حلوة ورحمة هو بايلر كان دا عندي أولى الراجل كان عنده فكر وأنا بحب الراجل اللى عنده فكر ده ده ما بيعرفش غير ده ده يا راجل الكورش انا هوا بيغلط ما بيكلموش مهمد عität عبنة بعدها غلط ما بيكلموش بش عارف مين قدامه في نص ملعب غلط ما بيكلموش وبعدين كسبان تلاتة واحد الشوط تلاتة صفة الشوط العوالاني لازم انزل الشوط التانية جيب اربعه ده كانت فرصة وتقول لي عشان خد دوري ايه يعني ما قال لي خد دوري بشيكو برضو الراجل اللي عمال يا قد عروع بقى طيب افضل لعب شاب المسلم ده محمد شهاته طلع الجيش بصوفة سعدة ميسي ولا محمد حمدي محمد حمدي امبي انا بحب ميسي وبحب محمد حمدي طريق بس هدالي محمد حمدي لعب فوق السن ايوا يا محمد حمدي بتاع امبي ايوا يا عمي انا بقول لك بتاع امبي افضل لعب فوق السن تتمنى تواجده في المنتخب الاولمبي بقى تلاتة من دولة كترة صفة محمد ترزيجيزيزيزو ولا واحد ولا حتى صلاح بحسيب اللعيبة دي تاكب بقى فرصتها جدا عايز ما احنا اه عايز يعني من غير اه المنتخبات التانية بتاعمل كده يا عم ماشي عشان يعايزين البطولة اه المنتخبات التانية عايزها البطولة ده ما انت رايح دي في شرف طيب اكتر فريق يعني استحق الصعود الممتاز من وجهة نزاق بلدية جونا زيد لا البلدية عشان كان فيه سراع رهيب اه بينهم وبين طنطة وبين شبين وبين ده الاخر لحظة ودي كيرنيس وكان فيه فرقة تانية وابو اير طيب افضل حكم بقى الموسم ده كده ولا واحد الترس شفت ولا واحد ولا واحد بص اللي غير رأيه وما بيعملش ربنا وما بيعملش ضميره اسمع الكلام لا اسمعني انا بس كل دولة كل دولة بتهزوا من مع ان محمد حنفي طبعا حبيبي بس كله بتهزوا ده من نادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي او جماهير الزمالي تمام طيب كانت انا بشكرك عشان وقتنا وقتنا جميل يعني النهارة شرفت النهاردة وسعيد بوجودة وانت اللي كنت واحشني الله حبيبي كنت وانت واحشني جدا مشكرك كدت الرضا حقيقة بدنا استمتع بوجود كدت الرضا دائما خلال تواجده خلال قراءه وحلقة موازة نتمنى ان شاء الله يعني تكونوا دايما معنا باستمرار هنتكون معكم بكرة في حلقة جديدة اسبوع خيرا